طيب أهلاً بالجميع بدأنا بتسجيل غرفة اليوم هتكون مسجلة على اليوتيوب هترفع بعض بضعة ساعات بعد انتهاء الغرفة الغرفة مش طويلة كالعادة الغرفة تهتم بالنقاش والتفاعل مع المجموعات اللي هتتكلم فيهما بعد الغرفة كمان هتكون الري بلاي موجودة على القلاب هاوس نفسه اللي بيحب يستمع للغرفة حابب النهاردة يعني يعني في خلال ساعتين او ساعتين بنص بالكتير ان احنا ننهي لان الموضوع محدد في عملية التفكير المنطقي ومشاكله والناس اللي بتقع في المغلطات حتى المجموعات اللا دينية حابب اتكلم عن بعض النمازج اللي انا رحية بشوفها في الاوينة الاخيرة ومستاء جدا منها ازاك سامر حبيبي هان ازاك خبيبي هامر ايه كله تمام وحشني حبيبي هان وانت كمان عزيزي شكرا شكرا لخدومك وانا عملت بنجل الاصدقاء ولو تحب سامر تعمل كمان بنجل الناس عشان عشان تبتدينا already شكرا جدا شكرا عزيزي طيب الغرفة النهاردة ستكون موجهة اكثر نقدا للمنطقة اللا دينية لان انا بشوف بعض المشاهدات المفروض المفروض يعني الخروج عن المعتقدات المفروض يعني يأتي من منطقة منطقية او عقرانية ولكن احنا عارفين ان مش هو ده اللي بيكون متاح في كل الاوقات في ناس تقرب من فكرة الى فكرة بعيدا حتى عن المعتقد الديني بسبب عاطفة بسبب تجربة شخصية فيا ليست لا علاقة بالمعرفة الموضوعية ولكن انا بتكلم عن المجموعة على الاقل اللي خرجت من المعتقدات بتأسيس منطقي وعقلاني ونجد انها في في عمالة الطمحيس في الحياة العادية يعني المنهجية اللي استخدموها في الخروج من هذه الاشياء لا تستخدم بشكل يومي يعني هي مفروض اعطتك نتيجة صحيحة استغرب جدا انها لا تستخدم طيب هنعطي بعض الامثلة طبعا هنتطرق الى التفكير المنطقي والمغالطات المنطقية ويعني هي مغالطات منطقية لان في ناس كتير يعني يبدو ان التعليم في المنطقة العربية لم يتطرق الى هذه المنطقة في ناس بتطلع الاول مرة يعني تسمع هذه الكلمة لا تعرف عن ماذا نتكلم ويعني هي اصلا منطق ويعني هي منطق سليم والكلام ده يبدو انه مش واضح حتى يعني بعيدا عن الدين ده التأسيس للأفكار الصحيح والارجومنتيشن انت لما تعطي تناقش نقطة مغينة عليك وانت تعطي ادلة اثبات معتقدك او فكرتك انك يعني تقدم بناء سليم للأفكار وهذا البناء بيكون سليم ومنطقي مفروض ولكن يبدو ان المجموعات على اقل في منطقة العربية غير ملتزمة او على اقل لا تفهم قيمة لان الموضوع مش منظرة او صورة التفكير المنطقي له تداعيات ايجابية عادة يصل الى نتائج سليمة والتفكير المنغر منطقي للأسف يؤدي الى مشاكل كثيرة بدليل الحالة الاجتماعية والثقافية والمعرفية في المنطقة العربية بسبب ده انا اعتقد ان السبب الاساسي هو ان الاساس بايز يعني لما يكون البناء المنطقي للتفكير خاطئ تخيل بقى كل حاجة هتتبني على هذا الاعتقاد سواء بقى اعتقاد ديني اعتقاد سياسي اعتقاد اجتماعي ما هو مبني على منطقة خاطئة وعشان كده انا مهتم جدا بالبناء المنطقي لان دي يعني البداية بداية البدايات حتى نعرف ان احنا نتكلم فلما نشوف الموقف التالي انا هبتدي بقى يعني انتقد المجموعات الدينية اللا دينية اللي هي المفروض قرجت عن المعتقدات الخرافية بمنهجية عقلانية ومنطقية فنجدها تقع في نفس المشاكل في المناطق الانسانية والمناطق البراجماتية اللي يبدو ان الموقف فيها جير اخلاقي يعني مثلا هنعطيكم مثال اي حد يا جماعة طبعا زي كزيد اي اخبارك اي حد عايز يرفع ايدي عشان ياخد مركز متقدم في الكلام يرفع دي هنطلعه عادي جدا واول ما ان الغرفة تفتح للكلام هنطبعا هنعطي للناس الفرصة طبعا فالنقد الزاد ده مهم جدا يعني ان انت توعد مع نفسك في اخر اليوم او نفسك في اخر اليوم ويتعدي عليك بالذاكرة الاشياء اللي عدت عليك او عليك وتنتقدي بقى هل انا كده فكرت صح هل انا قمت بالفعل الصحيح ده شي كويس انا بعمله يوميا تقريبا وعادة كويسة وعادة تقييم الزاد عشان تتأكد ان الشخص ان هو في منطقة صلبة وانه يعني ممكن يخطئ وممكن يراجع هذا الخطأ فانه لا يفعله مرة تانية فنجد مثلا الموقف التالي يعني الناس اللي عيشة في استراليا حاليا او في المناطق الغربية هناك شخص مصري عرف نفسه ان هو معه دكتوراه من جامعة الازر الاسمه مصطفى راشد وبقاله عشر اتنشر سنة بيطلع القنوات اللا دينية اعتقد في اخرها يعني الاساس سامي الديب صديقنا احمد سامي استضافه صديقة سهيلة سام صديق بتاع القناة فكرة فكرة الحر برغم ان انا يعني تكلمت معاه في هذا الشأن يعني وحان الوقت ان احنا نتكلم عن الفيل اللي في الغرفة the elephant in the room ومثل انجليزي معرفش لما بيترجم بالعربية يعني حاجة واضحة جدا في عين الشمس والناس ما تتكلمش عنها يعني ايه قصة هذا الشخص لأي شخص يعني عنده ثقافة يعني كويسة حبيتين يعرف ان لا يمكن هذا الشخص يكون كان منتمي لدراسات العليا في الازر بسبب ركاك ركاكة اللغة عنده في قراءة القرآن من مشاكل في المنطق لانه يدعي انه معه دكتوراه والحاصلين على الدكتوراه بيبانوا من كلامهم يعني انا ادعي ان انا اعرف لو حد يدعي انه معه دكتوراه وهو بعد يعني كده ثلاث دقيقة كلام اعرف على طول اذا كان فعلا الكلام ده صح ولا لا بيبان بيبان من بناء المنطق للأفكار الناس اللي بتاخد هذه المرحلة العلمية بس بيتقلي انه في المنطقة العربية مدقاء شاوية هاني يعني منظومة التعليمية في المناطق العربية فاشلة لدرجة ان الحاصل على الدكتوراه ممكن يكون جاهل او يبدو انه جاهل انا لا اتفق كثيرا اعتقد ان حتى الدكتوراه درجة الدكتوراه في المنطقة العربية بتعطي على الاقل على الاقل طريقة في طرح الافكار حتى لو كانت الافكار خاطئة بس بيبان في طريقة الطرح والمنهجية للوصول الى نقطة معين فالشخص الاسمه مصطفى راشد ده اللي هو عرف نفسه طبعا يعني انا الغاية دي دي وقت بضرب كف على كف وازداز في اخماس ازاي في ناس في المنطقة اللي الدينية بتجيب هذا الشخص على اساس انه فعلا معه دكتوراه وفعلا كان رئيس الشريعة في جامعة الاظهر والدعاءات يعني مضحكة مضحكة غريبة جدا طبعا اللي عايش في استراليا هنا يعرف بكل سهولة وهنا بقى مشكلة يعني الشخص اللي ترك الدين والعمال بيتشدق بكلام كارل سيجن بتاع كل يعني ادعاءات عظيمة تحتاج الى قادلة عظيمة فين فين هذا المبدأ ليه لما بيطلع لك شخص لكن يصادف انه هتكلف نفس المنطقة اللي انت حبيبها بتغض النظر عن مشاكل كثيرة في هذه الشخصية فين المصدقية او ده لو نمت عن ان انت بتغض البصر بس لو نمت على ان فعلا ان هذا الشخص يبدو انه يعني خبراته الحياتية ضعيفة او معلوماته ضعيفة فلا يعرف ان هذا الشخص اللي بتكلم معه فعلا دكتور او لا او او كان فيش في القذر ولا واضح واضح جدا ان فيه مشكلة كبيرة اما معرفية اما اخلاقية حاجة من اتنين اما انت تعرف وتدلس اما لا تعرف وده ترجع الى الجاهل ولكن يعني فلما مثلا اعطيكم مثال لما شفت مصطفى راشد العامل مجموعة تسمى مش عارف مجموعة السلام وهي يقول لك انها وعامل فورمة وعامل الختمة بتاع اليونيتد نيشن طبعا اللي يعرف اي حاجة عن اليونيتد نيشن وتدخل في هذا الموضوع ويعرف ان الكلام ده بلح لا يمكن ويجيب مجموعات والله تعالوا نوقع عشان ننضم الى هذه المجموعة وجايب ناس من مصر زي وسيم السيسي طبعا كانت قناة الفكرة الحر فانا تكلمت مع سام صح قناة الفكرة الحر وقلت له يا سام اول شي انا عايش في استراليا وبقولك ان هذا الرجل لم يكن هو ليس مفتي في استراليا ولم يكن ابدا مفتي في استراليا ومن كلام واضح انه يعني لم ينتمي الى المؤسسة الازهر يقال في الاخر انه فقط كان معه الليسانس وترك وكان شكس بيكتب شعر ادعى بعض الاشياء والناس طبعا المنطقة اللادينية شايفين شيخ اصهر بيتكلم بهذا الشكل الليبرالي قال لك داسبون هاتو يعني عايزين يجو على القناة عشان يعرف بقى الاسلام بطريقة صحيحة او يقول ان الحجاب مش من الاسلام او رجم الزاني والكلام اللي ده فعشان الكلام جاي على الطبط طب يا اما بيغض النظر عن الدعاء هذا الشخص الكاذب اللي هو للأسف لو اي واحد ازهري هيطلع يتنقش معه ويتنظر معه هتكتشف بكل سهولة ان هذا الشخص لا يمكن ان يكون عالم انا عايزة سامر لانه بلدياتي في استروليا سمعت يا سامر عن مصطفى راشد اللي بيدعي انه مفتكان لا ما سمعت هذا الاسم بالذات بس في كثير حبيبي يعني في كثير من الناس يعني مش موس يدعون الافتاء بالدعوة النبوة والامامة صح ولا لا لا سيسبك من مرحلة من المنطقة المورائية اللي لا يمكن ان نتفحصها يعني انا بتكلم عن الادعوات الانسانية ان واحد حصل على دراج الدكتوراه انا بتكلم على قدرة التمحيص يعني الشخص اللاديني اللي هو بيقول لك ايه اطلب ادلة اطلب ادلة فين الادلة في هذه المنطقة لماذا لا يطلب ادلة اذا ترعت له بعض الشكوكة مع شخصية دي النقطة اللي كنت بقولها مش سيبك عن الادعات المورائية هيكون فيها صغط مستر احمد اه اتفضل اشان انا اعتقد بس عفوا بأقل من بأقل من دقيقة انا كثير من الناس يعني اعتقد انه عدهم هذا حب حب الشهرة وتسليط الاضوار ولفت الانتباه سواء كان بأي شكل من اشكال بمغالطات بغير مغالطات المهم هو يدعي حسب ما يدعي انه يصدر الواجهة وهذا طبعا لاحظت عند كثير من الناس بالمنطقة العربية خاصة من خصوصا لما تجي لمواضع الدين والفلسفة وما شابح طبعا للأسف للأسف يعني ما اكتعب حقيقي على الذات اوكي ما نشوفهم ما يقرون ما يبحثون عن يعني ما يبحثون عن الحقيقة بمصادرها الأصلية شابشتون فهذه كارثة كلها في سبيل حب الشهرة المزيفة طبعا هذا اللي طبعا ردت يعني ردت أقول حبيبها شكرا عزيزة دي المنطقة اللي بأتكلم فيها هذا ليه ليه طبعا احنا قلنا اللا دينية مش معناتها ان الشخص اللي بيترك الدين فجأة بيتحول الى قديس يعني يعرف يعرف الحقيقة ويغض النظر عشان فيه فائدة أكبر يعني ولكن يبدو ان فيه ناس اصلا مش عارف يعني وحناخد مدخلة زيد وبعد كده لمستر أحمد لان مستر أحمد يبدو انه يعرف هذا الشخص وسمع عنه بس تعرف عن الرجل ده حاجة أو حابب تقول حاجة تانية عن الموضوع يعني انا في البداية بحييكم وبحيي عندك الطريقة في التمحيص اللي عرفتك فيها من ايام الدكتورة الطبيبة النفسية مرات الزابط وام الشهيد والحكاية اللي انت عرفها دي على اليوتيوب فأنا من يعني من القصة دي احترمت عندك طريقة الفحص والتمحيص في مدعية الطب النفسي كانت في زمنها بس الراجل ده يعني اول ما ظهر على القنوات اللا دينية ظهر على قناة جسور مع صديقنا سال تصور تذكر الحلقة انت كانت في 2019 او قبلها فالمشكلة انه يعني دخل في الحلقة اناس يفهمون الاسلام يفهمون الفقه يعني صار نوع من الحوارات لانه سال كان يعني يعمل طريقة الحلقات انه نص ساعة واربعين دقيقة للضيف وبعدها مداخلات فبدأ يتهرب من الاجابات وبالفعل هو يعني لو كان يمتلك المعرفة اسئلة اليوم بالنسبة لي انا لم اكن من خلفية مسلمة بس يعني العلاقات عن طريق الكلوب هاوس او من سماع اليوتيوب اصبحت اسئلة بديهية في تلك الحلقة تهرب من كثير من الاجابات وهي اول ظهور كان له على قنوات لا دينية كان على قناة جسور نهاية 2018 ولا بداية 2019 لو انت فاكر الحتة دي ده في الجزئية دي وفي الجزئية تانية الاستغلال واللا منطق في العلاقات ومواضيع الاخرى فاكيد حعمل مداخلة تانية بعدين ما نسمع شكرا شكرا زيد انا الحقيقة ما كنتش اعرف انه كان في قناة جسور بس قوالس انت قلتلي حاجة غريبة جدا بس مشكلة يعني عادة انا ممكن الشخص ده ما يكون انا كده هعظر قناة جسور شوية يعني الشخص ده كان جديد عرف نفسه كذا كذا لابس لبس الازهاري فممكن تخدع بكل سهولة بس بعد يعني يكفي ان بعد مدخلة او حلقة فتشوفها حلقة او مجموعة لا دينية اخرى اللي هي بتقيم عملية المنطق والتفكير المنطقي فانا اقيم وحاول ان يعني هذا الشخص ليس لها علاقة بالاسلام حتى لو انا خارج عن الاسلام ما ينفعش اجيب مشكلة ان انت بتجيب شخص مفضل ومفضل بيساعدك وهيبوز الموضوع خالص لانه هيأتي بادلة خاطئة فهم خاطئ على الاسلام مشاكل كثيرة بسبب ان هو غير متعمق وغير مختص كما يدعي فييجي كحال هيعميها زي ما يقول لانه هتكلم بشكل بسيط لدرجة ان الشخص المسلم الاخر بكل سهولة هيبدو انه المنتصر لانه يعني فهم اكتر واكتر ممكن بقى المستر احمد يقول لنا يعني هل لو كان شف المحتوى بتاعه ويه رأيه فيه مساء الخير يا أستاذ زاني مساء النور عزيز اه انا طبعا كنت بتابع على جميع القنوات على اليوتيوب لمدة سنوات وده كنت بعملو شكل يومي وتلقائي زي ما حضرتك بتعمل اي حاجة يومية انت متعود عليه كان عندي وقت يسمح لي بالحكاية دي اه وانا بمارس عملي وبمارس حياتي يعني فتفرجت على جميع القنوات فبالنسبة للشخص ده اه انا اتفرجت عليه مرتين المرة الاولى فهمته زي ما حضرتك فهمته بالزبط ما عندوش اي بناء منطقي ما عندوش ادلة مش بيستخدم اه وسيلة نكحة انه هو يدلل على كلامه مجرد اه حد بيقدم صورة يعني دماغي قالتلي ان القنوات بتجيبه للتنوع فقط لغير يمكن ده عشان كده بيسيبوه يقول دي المرة الاولية لانتباع الاول لانه مش ممكن واحد حاصر على شهادة دكتوراه وما يكونش عنده يعني بدايات المنطق وهو بيتكلم اه وخصوصا بيتكلم في امور زي كده فعلا مش ممكن كتفكير منطقي لا شكلا ولا موضوعا اه يعني لا طريقة لا طريقة في الكلام ولا حتى موضوعا انه هو بيتكلم بطريقة فيها بناء منطقي سليم تاني مرة تفرجت عليه بس عشان اتأكد ان اللي انا فهمته اول مرة كان صح اتأكدت ان انا فهمته صح بطلت اتفرج عليه تاني ما ايا كان الفيديو او العنوان او كزا بمجرد معرفة ان الشخص ده هو اضيف ولي هيتكلم مش محتاج اسمعه لانه مش حيفيدني باي باي شي حقيقي يعني افضل اوستاذ هاني طب ما هيبقى السؤال التالي اللي هتراحل ما والناس اللي موجودين في الغرفة هي اما في الشات هي اما للسامر وزيد ومستر احمد انا مسلا لما بيجي بس اضيف شخص عندي في القناة لو الشخص ده شهير جدا يعني خلاص يعني مثلا دكتور لورنس كراوس اللي هو كان يدرس في جماعات في الولايات المتحدة وله مناظرات شهيرة جدا يعني العقل بيقول انه مش هيعدي انه مش ماينفعش واحد بيدرس لمدة 30 او 40 سنة في الكليات انه يعني بشيلها من عملية الطمحيس بس لو عدت علي شخص اللي اول مرة وقال لي انا الدكتور الدكتور فلاني الفيزيس كذا 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 وانا العمري ما اسمعت عنه لازم اعمل حاجة اسمها ديو ديوجنس يعني ديو ديوجنس يعني انت كشخص دايما بتشوفها في القنوات العربية نفس الحكاية لان على فكرة هذا الشخص ظهر في فرانس 24 وقنوات عالمية ولكنها عربية وتلاحظ ان في مشكلة كبيرة جدا في هذه القنوات ان مفروض انها مؤسسية يعني انها لا تمحص وراء الشخص ان الشخص بكل سولة بيد داي تلاقي ممكن نفس الشخصية على 4 او 5 قنوات عربية المختص في الاقتصاد المختص في العلوم السياسية ومش عارف ايه المختص في الفيزيو النووية هو نفس الشخص مرة لابس عمة مرة لابس بدلة وكأن المنطقة العربية ما بتدورش وراء الكلام داي ولا يهمهم كل اللي يهم انه هو يعني هذا الشخص او بيجيب مشاهدات والناس بتتتلق عليه ومش عارف ايه فبي بيعمل مع فالإقبال بيكون عليه كبير زي كده بتاع انتش وجري او بتاع الكوش اللي هو ايه وهم يعني بيسلخوه في الستوديو انه هو انسان ما ينفعش يطلع في الاعلام وهو بيعمل ايه في الاعلام هو اللي بيعمل كده هو اعلامي بيستضيفه يعني بيقول انت جاي بتعمل ايه في القنوات وهو انت قناة مستضيفه يعني بيعمل نفس الفاعل اللي هو بينتقد الشخص فيه حاجة غريبة جدا فانا بسأل السؤال ده ليه القنوات العربية بتكلم عن القنوات كبيرة يعني انا فجئت بس اعتقد الصديق الاحمد سامي يعني على درجة زكاة عالية مش بسيطة انه اعتقد شال الحلقة من على القناة لان مش شايف بس الناس اللي رفعت الحلقة هو جاي وحتى بيعرف عليه في الاول قال الدكتور كذا كذا عاد والأمم المتحدة ومش عارف ايه فحاجة جريبة جدا نسيم بيسأل مين الشخص ده اسمه الدكتور بيسمي نفسه الدكتور مصطفى راشد خليني كمان سويا هحط لكم فيديو يعني بيتكلم عن هذا الشخص وانتحاله لمدعي انه هو مع دكتور من الأزهر وانه كان اهي ثانية واحدة هجيب لكم اشيرها بس بعد اذنكم حط لكم بيتدعي انه هو كمان كان مفتي استراليا ونيوزلندا يعني منصب كبير طبعا ولم يكن ابدا له المنصب دوت واحنا تأكدنا وقلت الإسام بتاع قناة الفكرة الحر نعم اللي جاء عند الغيتي هاني تخيل تخيل موينة بقى ده ديو ديليجنس والجهل في المنطقة العربية انه يأتي شخص ويقدم فيه التلفزيون الرسمي والتلفزيونات وقنوات الهدينية ويقدموه على انه هو هذا الشخص دي قناة المفروض ان هم جماعة يعني اعتقد ان هم متدينين بس بصرف النظر عن هم متدينين شوف المشاكل يعني انت اول حاجة حولها لكم وممكن نسيني يتفق معي وقاعد تحت وهو احد كريجي المؤسسة الازهري ان عندما يتكلم الازهري او الشخص اللي هو مؤسس بطريقة الازهري اللغة عنده بتكون واضحة و يعني له بعض الحلقات وبيخطئ في قراءة القرآن يعني بيعمل كسر للمفتوح والضمة للاشياء يعني في المفعول به وحاجات جريبة كانت تحدث وانا قلت لا يمكن لا يمكن ان انسان سيبك من المنطقة اللغة يعني اللغة كاشارة على ان شخص دا يمكن يكون ازهري فازاي ازاي يطلع القنوات المصرية والعربية والعربية الاجنبية وقنوات اللادينيين على انه يعني بينقح الاسلام لان طبعا له بقى اراء غريبة انه يعني ان الاسلام ولابس طبعا اللبس الازهري كاملا حاجة غريبة جدا انا بتجنن لما اشوف حاجة زي كده ليه السؤال بقى للمدموعة اللي موجودة معايا تحت ليه القنوات العربية واليوتيوبرز اللادينيين انهم المفروض وصلوا الى المنطقة بتاعتهم نتيجة التمحيص انهم لا يمحصوا في خلفية الشخص اللي حيأتي ضيف وحيعطي معلومات على المنصة بتاعتهم حد حابة بيقول حاجة من الضيوف في هذا الموضوع لو سمحت لي يا هاني يعني انا لا لا عاوز اقرح في حد ولا اوجه اصبع التهاني لحد بس باتكلم في العموم يعني سميها قنوات لا دينية او سميها قنوات دينية تبشيرية دعوية الكل بدور على عدد المشاهدات واللايكات بس نقطة من الاخر فمش مهم الشخص المتكلم مش مهم الشخص المتكلمين مش مهم خلفيته بتلاقي اكتر القنوات ما تكونش دورت دورت على خلفيته لا ده طلع في القناة الفلانية وتكلم هاتو بيجيب مشاهدات بيعمل الشغل جامد من الاخر ودي مأساة 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 لو كان فعلا ده اللي حاصل وده الاهتمام الأكبر يعني ممتاح لتنين يعني ممكن تقدم شيء يعني انت متأكد منه وأخلاق وفي نفس الوقت ستكون فيه مشاهدات بس هل المشاهد العربي للأسف بسبب الضحالة الثقافة والفكر انه بيلوي دراع صانع المحتوى بحيث انه بيقولك لو انت محتوىك مهم ومؤسس له علميا ومنطقيا ولكنه لا يجذب فيه رتابة انا عايز حد يشعللها يشعللها ويولعها يولعها واحد كده يطلع بصرف بقى النظر اذا كان الكلام ده صح او لا انا عايز واحد دمه خفيف وبيهرج وبيقلش وبيقولك معلومات لم نسمع عنها الاول مرة فهل المتلقي العربي او المتلقي بشكل عام لانا اعتقد انها بقت مشكلة عالمية بسبب ضحالة الثقافة بيحتم على صنع المحتوى انه ينزل الى نفس المستوى حتى يجذب المشاهدات ما هيدي مشكلة انا هقولك على حلقة انت فكرها حلقة الانوناكي اللي كانت في سنة الالفين وتساعتاش اوالفين وتمنتاشر حلقة الانوناكي ودي اللبسة خرز وحاجات زي الانوناكي وصاحرة ولا ايه كانت على جسور حلقة عملت مشاهدات تمام بس صار صار داخل الحلقة اشكاليات مع الاصدقاء يعني والمنتمين للقناة وقسم من الاشخاص زعلوا على القناة باستضافة شخصية زي دي طيب يعني المفروض ان ننصحح موقف وما نستضيف شخصيات زي دي العرافات لا عملنا حلقة تانية عليها لانه جابت مشاهدات عالية وعملت استجال كبير لو فكرها حلقة الانوناكي والمشاهدات اللي صارت اثناء الحلقة على الفكرة زيد متاح في الديالكتك المنطقي ان انت تأتي بفكرة انت لا تعتقد فيها او فكرة انت تختلف معها لتسليط الضوء عليها ثم هدمها ده متاح يعني يعني لازم يكون ان احنا يعني بندعم هذه الفكرة انت تأتي بالفكرة غير منطقية وتسلط عليها الضوء حتى تهدمها فده متاح فده يعني ما عنديش مشكلة معها بس انه يترك لو كان مثلا ما كانش فيه رد كان حيبقى الموضوع يعني بسبب حرية التعبير والكلام تحت مظلة حرية التعبير ان الناس تتكلم في اي شي تريده حتى اذا كان الكلام غير علمي او غير منطقي انا يعني لن اتفق في هذه النقطة بس لو اتى بحلقة تانية بتطلع يقولك ان الكلام ده يعني بلح وغلط ماشي اتفهم افضل يا استاذي روبي كانت معانا وزعلت في وقتها نطلع من خرافة نخش في خرافة تانية احنا عملنا ايه بدلنا يعني سيء باسوأ نعم نعم فعلا هو من الممكن ان اول حد جابه قدمه اه اداله الالقاب دي وداله الشهادات والحاجات دي وبعد كده اللي جابه بعد كده خده من غير ما يدوره على اعتبار ان المفروض ان الاولاني اللي جايبه خلاص هو عارف ان هو واخد شهادات فعلا بس ما دي المشكلة ابو حميد المشكلة ان ايه الناس اللي بترفض العنعانة يقولك ايه انا تركت الاسلام لان الاسلام المعرفة بتاعته مبنية على العنعانة وعن فلان وعن فلان وعن فلان معناتها ان انت لما بتبتعد عن هذا النوع من الاخد المعرفة انك حتمارس في حياتك ان ممكن يكون شخص صديق لك جدا 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 وبرغم ان انت صديق واتصق فيه ان انت يا اخي يبلاش صديق ده كذاب ممكن يكون على خطأ يعني صديق على خطأ اه ما هو السؤال اللي انا عايز اتسأل لحبارتك هل ما فيش جهة منوطة بحاجات زي كده يعني اي حد يطلع يدعي ان هو اي حاجة دكتور يطلع يدعي اي شيء ويبقى معروف ان هو مدعي او كذا كده يعني محاش هيحاسبه بص يعني حاجة يعني بيقولك الغيتي الغيتي ويعلميين كبار في مصر في منطقة العربية جابوه دي دي يا اخي بس قولي مثلا اعلام مؤسسي مؤسسي يعني له resources يقدر بكل سهولة ان يتأكد من الدرجة العلمية لأي شخص مدعي انا باستغرى بالحيط طيب ما هو ممكن يكونه غرابة الطرح اللي بيقدمه هو ده السبب ان هم يعني غضين الطرف عن الموضوع بالضبط مش لاقي حاجة تاني انا مش لاقي حاجة تاني هو كده هو ما فيهاش كده ان الراجل بيقدم اسلام جديد اسلام من نوع جديد طبعا انت لو لا ديني بتقول ان الراجل ده بيديونك الاسلام الحقيقي ما فيهاش لحجاب وما فيهاش اللي مش عارف ايه وما فيهاش ايه الفكرة في اليوتيوب اللي انا حطيتها فوق فيه تسريبات لمصطفى راشد بيقولونه ان هو التحول الى المسيحية يعني انا اعتقد ان هو راجل حابب الاضواء فيه ناس بتحب الاضواء وانت لما بتعطيله زي كده بتاع الكشري نفس الحكاية فيه ناس حابة لنها تكون مسلطة عليها الاضواء وناس بتشتري يعني نفس الشخص اللي بيقول بتاع الكشري انت مين انت عشان نهتم بيك اعلاميا هو نفسه مستضيف اعلاميا فعام هذه المعضلة هذه المعضلة فعلا وفيه معضلة اكبر ممكن يكون واخد الشهادات دي حقيقي لان التعليم عندنا انتفاهم انتفاهم قصد يعني اي حال لا لا بص اللينك اللي فوق فيها تزوير الشهادات معا اللي صنص وحطوا اللي صنص جنب الدكتوراه ومغير هي هي نفس الشهادة مغير حروف محنا اه ده هما الولاد دول هما متدينين بس مش بيش بدقون مصريين مودرن يعني لا شوف كمية الادلة اللي حطوها يعني حطين كمية ادلة مش ممكن اقول لك انا انا بعرف يعني انا اول تعرف ان انا يعني اللي يعرفني ليا قصة قديمة يعني قبل اليوتيوب ما كان اشتهر فيه شوية كان ليا مشكلة مع شخص ادعى انه دكتور نفسي والناس كان بتستضيفه بالاسابيع وبالشهور على القنوات الليها دينية فانا طلعت سألت للشخص السيدة دي فضحت في سؤالين في علم النفس لان شكيت يعني تتكلم في علم النفس وتتكلم عن الشزوز الشزوز الجنسي ولا دينية على فكرة ما هو ده الحاجات اللي تخليك ايه تشك على طول فما ينفعش ليه كده قواه اللي معه دكتوراه سيبك من الفكرة صحيحة او لا فيه بقولك فيه عرض معين للأفكار بتاع الجماعة بتاع الدكتوراه بالزبط شكلا اللي بقولك شكلا هو موضوع ده انا اسمعته مرة واحدة والمرة التانية كنت عشان اتأكد ان انا اللي فهمته في المرة الاولانية صحة ولا غلط ان ده حد مش ممكن اسمعه فهمني لانه مفيش ما شفتش اي حاجة خالص ولا استفدت اي شيء من اول مرة بس عرفت ان هو طرحه فيه اشياء غريبة يعني ولذلك بقولك غرابة الطرح اللي بيقدمه اعتقد هي السبب ان هم عادي يعني معاديين الحكاية وبعدين انا تأكد بنفسي يعني انا سألت انا عايش في استراليا فبكل سهولة بقدر ابتصل بال وعلى فكرة صدر يعني اعلام من الازهر والجامعة اللي هو ادعى انه عند دكتوراه فيها كتبت خطاب انه لم ينتمي في المنطقة ادبية حتى لم يدرس الشريعة طبعا الشريعة بتدرس بشكل معين بس هو مش مختص فيه فانا مستغرب مستغرب وان فين سامعانا تحت وعدة وهي بلديات في استراليا لو حاب تطلع تتكلم كلمتين واضح جدا ان الشخص ده مش كده فانا اللي مستغرب له المجموعات اللدينية اللي استخدمت منهجية معينة في التفكير ليه المناجية دي ما بتستخدمش هنتطرق لمناطق اخرى يعني بعيدا عن نسبة مصطفى راشد برضو في المنطقة اللدينية ان فيه ادوات استخدمت في الخروج عن الفكر الخرافي ولكنها تستخدم في المشاكل الانسانية والبراجماتية براجماتية المشاهدات براجماتية البوبيلاريتي فيه براجماتيات بتحكم المجموعات الانسانية ممكن انا شارك سمح شكرا لك يعني بدي اقول فكرتين اول شي السوشال ميديا بكل ادواتها ما لك محل ولا في عليها مثل مثلا اللي بتنشر فيها والبيعمل عليها فيه الى شروط قاسية لأي انسان ينشر فيها فكرة فنحنا بصراحة بمنطقتنا كلها ما عنا هذا الكونسير كله انه نحن فيه يعني كريديبليتي للمين أوف كومينيكيشن يعني اللي عم متواصل عن طريقة اللي هلا السوشال ميديا تحديدا ما فيها ما فيها مصدائية كبيرة فهي نقف 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 عجل التطور اللي بتقول ان الاعلام البديل هو اللي هيكون الاعلام الاساسي ولكن على هذا الاعلام البديل ان يأخذ معايير احترافية معينة حتى نتقبل المعلومات يعني متاح ان الشخص انه يتأكد من المعلومات بس اخياني هي الفكرة انه على كل شي على كل شي بيجي مع التكنولوجيا ما عم يدرو يقوننو ما عم يدرو يضبطو ما عم يدرو يحطو له طريقة لانه انه يكون له يعني كريديبليتي عم يمشي عم يصير فيه الابتكار وعم يصير تقدم فيه اسرع بكتير من انه يمشي معه المجتمع كله ويحط له تصنيفات ويحط له categorization حتى اذا بتشوف على مستوى الوظائف كل شي وظائف بالتكنولوجيا ما عم كل شي شغل فيه بالسوشال ميديا ما عم ما في اله هو ال ال سابقة المجتمع كله يعطيه كريديبليتي فاليوم ما في كريديبليتي للمين of communication هلأ هاي يعني لازم نبني عليها هلأ اللي بدأ يبني كريديبليتي كشخص معناته هو بدأ يكون عم يحكي مع الجمهور الأصغر اللي هو بدأ يعمله تارجيتين اللي اللي بدأ تحكي انت مثل ما هلأ عم تجرب انت تخلق بالحلقات structure discussion وبدأ تظهر شي للعالم بناء على مثل واضحة عندك بس اليوم هذا ما له شعبية روح شوف الغرف اللي فيه 2300 و500 و700 و1 عم يحكو كله هبد بهبد يعني الفكرة انه الوسيلة ما رح تجيب كل الناس اللي هني يعني تقنيين جايين يتعلموا او يعرفوا شي لانه ما الا credibility وبنفس الوقت اللي عم حاول يخلي credibility ك individual ما بيقدر يجيب الجمهور اللي هو لازم يجيب فأنا برأي هي يعمله بالانس العالم اه اوقات عم ينفوت وشغلات مانا ما بنعمل علي quality assurance يعني او ما بنعمل علي justification اللي عم يحكوا شو مكان يعني ما في كل هال آلية فأنا برأي هي المشكلة وبعدين المستمع ما صفيستيكيتر بيقدر يحاكم هدول الشغلات ويرفض ها انا مثلا اللي عمل مرة واحدة غلط بهدول يعني بتقديم ضيف كان عم يعمل ما بحث كلمة ذهبت منيحة بس انه عم يعمل حكي هيك انا برفض التابع الصاحب الانسان اللي ما عمل الـ مزبوطة قبل ما يجيبه فكل هدول يعني عوامل مع بعض هي معنى نحن معنى مهيئين لانه نحن نعمل على الأول production والمشكلة كمان اللي عايز اترحل النقاش ان شايف مثلا الحلقة اللي انا حطيتها فوق دي من مجموعة متدينة زعلوا من موقف مصطفى راشد على الاسلام فعشان كده فحصوا ومحصوا وراه وطلعوا بالأدل اللي قتت ليه المجموعات اللا دينية لا تقوم بنفس شيء هل طالما ان الشخص يتكلم بنفس صيغة يعني كنت تتكلم عن هذه السيدة اللي كانت تدعي انها دكتورة نفسية كانت جير متدينة لا دينية وكادت المجموعات اللا دينية بتغض النظر على كل المشاكل العلمية كانت بتقولها بسبب فقط انها بتتكلم في المناطق الحلوة اللي هم بيحبوا ويسمعوها ليه المتلقي العربي لا يستطيع ان يفصل ما بين الاشياء ما بين حتى يعني حتى فلوسية الاختلاف يعني انا ممكن استمع لشخص اختلف معه عقائديا ولكن هذا الشخص بيقول كلام مرتب ومنطقي وهادئ وفي بعض المنطقية فانا تقبل هذه الجزئية برغم مع اختلاف عقائدي معه ولكن العكس كمان بيصح هذا الشخص مثلا عمال بيخربط في العلوم ومدعي وكذا ولكن فقط يصادف انه يتكلم في المنطقة العقائدية المتمشية مع مجموعة فيغض النظر عن المشاكل العلمية مشاكل مشكلة كبيرة جدا لو حشام حابب يتدخل ويقول لنا رأيه في هذه النقط تحديد الجميع انا والله استاذ هاني او دكتور هاني كنت عايز اسأل سؤال والسؤال هو على المعايير والمنطق والامور هذه من الذي يحدد بمعنى الالغوريثم السوشيل ميديا سمحت للجميع بالتحدث فتواجهنا مشكلة كبشرية من الذي يحدد ما هو المنطق بمعنى ان الناس مختلفة المنطق ما حنا نتتكلم عن المنطق خلينا كويس نحنا نتتكلم عن المنطق ما هو المنطق ايه والمنطق هل المنطق يكتشف ولا يصنع وده حوار قديم جدا في البداية يعني عايزين نقول ان اريستو اريستاتل هو اول من يعني جعل للمنطق دراسة محددة logic اللي احنا نتتكلم عنه ولكنه اخدم من اريستاتل هو بدأ مع الديالكتيك بتاعة الصوفستائيين الصوفست لهم كانوا يعني طبعا في المنطقة العربية ولكنت صوفستائي كشتيمة يعني ولكن الصوفست دول كانوا مدرسة فلسفية بتاع ريتوريك ان هم ازاي يقنعوك ببعض الاشياء حتى لو لم تكن صحيحة عشان كلعب بالكلام يقال ان المحامين حاليا هما اولاد هدول الصوفست لهم انه ممكن يتبنى قضية ممكن ما يكونش مقتنع بيها ويستطيع ان يقنع المحلفين او القاضي بالعكس فالمنطق فالمنطق كان يتكلم عنه انه خارج عن الوعي الانساني ولكن الانسان يكتشف وهو صحيح بصرف النظر عن الوعي الانساني يعني عدم النقدين و القانون الهوية هذه اشياء تبدو انها بديهية ولكن انا لا نستطيع ان نستدل عليها من خارج الموقف نفسه وهي بتسمى self-evidential او هي تعرف نفسها بنفسها وتحقق نفسها بنفسها ولكن ديفيد يوم في نقد للأبريوري او المعرفة المسبقة قال ان حتى المنطق لو يبدو انه خارج عن الوعي الانساني هو الحقيقة reverse engineer هو هندسة عكسية لمشاهدات انسانية يعني posteriori او معرفة لاحقة وتعمل لها reverse engineering او اعادة هندسة او هندسة عكسية لتخرج عنك بطريقة abstract او نظري بمعنى يعني يبدو ان واحد زائد واحد تساوي اثنين انها حقيقة موضوعية بصرف النظر عن الوعي الانساني حتى اذا لم يوجد الوعي لماذا واحد زائد واحد دائما يساوي اثنين وهل نستطيع ان نستدل على الكلام ده فهو قال لا رقم اثنين تدخل في الكمبسيشن بتاعها والمحتوى بتاعها واحد زائد واحد هي دائما موجودة في رقم اثنين فهي انت فقط تفسح الغطاء عن معرفة انت اختبرتها فتنتج منها قواعد المنطق الاعزم المتزوج اللي ولا يمكن ان يكون موجود يبدو لأول وهلة انها لا يمكن ان تخرق ولكنها تخرق بكل سهولة لان هذا المصطلح مرتبط بالوعي الانساني ومعرفة يعني جواز يعني لو المجموعات الانسانية توقفت وفقت مجموعات كانت حية موجودة وكلمة زواج هي ليست لها معنى كلمة الماريت باتشلر دي تسقط تسقط تماما ويسقط معها المحتوى فهي هي هندسة عكسي فالمنطق هو مبارع عن الخبرات الحياتية الانسانية اللي هي من كلانا الانسان يستطيع ان يبني بناء منطقي سليم لبناء الافكار والارجومنتيشن وهذا البناء يؤدي الى نتائق سليمة فهي تول هي اداء اداء تستخدم مين بقى اللي يحدد هي محددة قلاصي قونين المنطق يعني مدرجة ونتطرق لبعض المغلطات المنطقية ومع يعني مغلطات منطقية اثناء الحديث بس الموضوع مين اللي بيحدد بقى دي دي بقى المشكلة بتاع القرن الواحد والشين اللي احنا فيها مع انفتاح المعلومات وكثرة المعلومات بس انا بلوم فقط على الشخص اللي هو ترك المنظومة الدينية ان هو استخدم منهجية معينة ولم يجعل منهجية اسلوب الحياة يعني استخدم المنطق حتى يخرج من منطقة هو يراها مثلا مؤزية له ولكن بعد ما خرج رجع تاني الى نفس المنطقة فابتدأ يقيم الاشياء بالعطفة او دع جبني او البنت دي دمها خفيف او الولد ددام متقيل والكلام ده وخرج ونح جانبا الاداة من الاول وصلت الى منطقة سليم دي مشكلتي ممكن تقول الان انت استخدمت المنطق كأداة فكرية هل المنطق والجبر هما نفس الشيء الجبر أداة فكرية نعم هل الجبر المنطق نفس الشيء نعم المنطق الرياضي تسمى deductive reasoning هو دايما انسل في اللغة العربية هي الاعتقد الاستقرائي ده منطق استقرائي وعندك الـ inductive reasoning لو التحول من الخاص الى العام واحدة تحول من العام الى الخاص حتى الرياضيات تتبع منطق وهو المنطق الـ deductive reasoning في الرياضيات فهو منطق نعم لأن الرياضات لم تكتشف ولكنها صناعة إنسانية برض نفس الشيء فالماثماتيكس هي ليس شيء ما ورائي اكتشفنا على سطح الأرض ولكن نحن اكتدعنا بدرجة أن هناك فروع كثيرة صناعة إنسانية بحتها الـ calculus لا أعرف الاسم العربي وهذا النموذج الجراضي الحسابات ممكن خرج بها إسحاق نيوتن وليبنتز في نفس الوقت وهو بابتداع إنساني فهي بس ما فيها دكتور هاني أنه المنطق كمنطق اللوجيك لا يعني لا يساوي الجبر الجبر أنت تدقى تستخدمه في الألغوريثم في الكود الآن يصنعون كود يستخدمون الجبر يستخدمون الألغوريثم اللي هي أدوات أدوات تشتغل في كل مكان لكن المنطق المنطق اللي موجود في شرق آسيا يختلف عن المنطق اللي موجود في الدول الغربي لا ومفروض المنطق لا يختلف من سبب اختلفات المجموعات الإنسانية وفي أنواع معينة مختلفة من المنطق أنت لو تتكلم عن probability 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 أنت تتكلم عن منطق يحتمل أشياء كثيرة بسبب طبيعة الأشياء يعني في عندك حاجة اسمها دلوقات الـ quantum logic أو المنطق اللي وقت من معرفتنا لطريقة تصرف المواد تحت اللي ليست لها كتلة أو تحت الكتلة الزري الـ quantum mechanics أدت إلى شيء اسمه إيه اسمه الـ quantum logic لاحظ أن فيه يحصل حاجة أن أنت لا تكتشف لا تكترع أو لا تأتي بشيء من العدم الأول تحضس الملاحظة والتأكد العلمي وبعد كده المنطق الإنساني بيتغير حتى يشمل هذه المعرفة الجديدة يعني الـ quantum logic اللي بيتكلم على أن الـ particle ممكن تكون particle wave في نفس الوقت ده لم يكن متاح في المنطق العادي الإنساني أو منطق السوري أو منطق الأرستي ولكن بسبب اكتشفنا لشيء جديد علينا أن ننقح المنطق فيشمل هذه الملاحظة الجديدة دايما الملاحظة ترامب يعني تعلو على المنطق الأخرى تحصل الملاحظة فتجدد من خلالها أدوات الحصول على المعرفة فاللاجك هو طول وهذا الطول ليس بيجامد نستطيع أن نغيره وننقحه ونضيف عليه إذا اكتشفنا أشياء جديدة ملاحظة ولا تسمح لي بس يا شام ناخد هاني على السريع لأنه بلدياتي في استراليا وممكن يقول شيء عن أعتقد يعرف مصطفى راشد فضل 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 مصطفى زيكم كلكم لا أنا في الحقيقة عندي تخمين من الحلقة أحبت أن أقول لك يعني في الحلقة بتاع 2017 واضح أنه قدم على عالم أزهري وشريعة وقانون وكذا وافق عليهم الضيف الآخر اللي هو مش نبيه الوحش لا ده شيخ أزهري آخر دكتور أزهري حضر معاه حلقة في 2017 الاتنين في عمر واحد تقريبا ووافق عليه ضمنا بتصور يعني بما أنه قدم بالشكل ده إذن ربما اللون ما يبقى الشديد قوي على الآخرين أنت بتسأل ليه الآخرين من اللادنيين ما احتطوش للأمر وتحققوا يبدو ما بعد 2017 لا بس هاني أنا هاعترض معك في حاجة ماشي في أول الحلقة يعني لو قدم ليه شخص أنه الدكتور فلاني الفلاني في الفيزياء فأنا بفترض أنه مثلا في المؤسسسة ده في التلفزيون المصري الرسمي فأكيد عمله وسأله كده بس أنا أول ما حصل التقديم وأول ما يفتح فمه هذا الرجل أنا بطوع علي إيه عب أن أنا أتأكد فلما تسمع هذا الدكتور الذي يدعي أنه عنده الدكتور في الفيزياء وفجأة تكتشف أنه يتكلم كلام ليس لا علاقة بالفيزياء وأنت تعرف على الفيزياء فأنت مضطر أن تأخذ قرار أوكي أنا غالبا مش معطرد معاك قوي ومش بدي العذر للآخرين يعني أنت كلامك صحيح وكلامي مش معناه عذر للآخرين بس يبدو أنه وكأن الشخص ممكن فهفوة يلقي عن عاطقه أنه يبحث في الشهادات نظرا لأن شبه بن كوسين جهة راسبية أقرد بموقفه أو موضعه كعالم رئيس علماء المسلمين علماء المسلمين الإسلام ومفتي لأستراليا اللي لسه عائد الأمس من أستراليا وهكذا المهم أنه قدم بالشكل ده فربما يبقى فيه عذر ما يخلى الآخرين يتقعصوا برضو من كوسين أنا في الحقيقة الملخوزة بس عزيزي يعني ما دي الثقافة اللي احنا بنحاول نهدمها فضل دي ملخوزة بس من الفيديو حبيت نقلها لك يعني علشان الفيديو الشهير بتاعنا به الوحش يعني أما عن الثقافة الحقيقة أن أنا حضرت أشياء شبيهة لناس معتبرين بيمشوا وراء جماعات وأفراد في تخصصات مختلفة بعضها اقتصادي بعضها إحصائي بعضها لطبيعة علمية ما مهمة ومهمة ليهم بيمشوا الأفراد في الحقيقة نكرة لا علم لهم ولا فهم لهم في الأشياء دي تماما إنما بنوا تواجدهم من خلال مجتمعات سوشيال ميديا أو شركات اشتغلوا فيها قبل كده اكتسبوا صفة ونموها أو نموا في عقل الآخر صفات مش حقيقية فبعض الآخر ده اللي هو الأشخاص اللي أنا بتدعي إن هما مشوا وراهم صدق بيها أو عايز يصدق بيها ومشوا وراهم في استشارات وفي معلومات وفي خبرات وفي مشروعات أنا متأكد من حدوثها تماما ويبدو لي إن العقل العربي عموما عنده قابلية لده بل يبحث عنه أحيانا ربما يلاقي ورا حاجة فيها فهلوة فيها خافة زي كده اللي بيروح المحامي اللي زي مصطفى متولي المحامي المهربد الدقرم ده فأنا شفت مجموعات معتبرة أو أشخاص معتبرة عندها بيزنس وعندها أموال وعندها اهتمام بالاقتصاد بتمشي ورا جماعات من النوع ده وهي تعلم أو لا تعلم بشكل ما لأن الناس دي بتعرف تتوغل إزاي وتاخد مساحة مش بتاعتها رغم أنهم جهلة أنا شفت ده ترجيح إنه هي ثقافة ثقافة فعالية أنا بس حبيت أقول لك الملحوظة ولصقها بسؤالك ليه الناس في مصر في أي مجتمع بقى ديني أو لا ديني أو أيا كان توجهاته مش بيداء قوي يبدو ما نعرف يا هاني دي مشكلة كبيرة جدا بس أنا كنت عايز شوية أتكلم وأركز الضوء على المجموعات اللادينية اللي تركت الدين ليس بسبب عاطفي يعني بسبب منهجي بتاع تمحيص المعلومات والتأكد منها والبعد عن العنعانة ومشاكل العنعانة لأن لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقيقية من خلال الشخص دي قال والشخص دي كان يعني معروف عنه الصدق والأمانة وإحنا تركنا هذا النوع ليه ليه بعد استخدام هذه الأدوات المعتبرة اللطيفة اللي هتساعد الإنسان بعد ترك الأديان في النوع يتمسك بهذه الأدوات للحصول على المعرفة ففجأة نشاهد الموقف الجريب اللي هو بعد استخدام هذه الأدوات ووصول إلى منطقة أحسن حالا للشخص أنه يفتعن هذه الأدوات سواء طواعية أو بدون أن يدري ليقع في نفس الفخ مرة تانية فيطلع علينا شخص زي مصطفى راشد ده لسنوات سنوات نحن نتكلم عن يعني نتكلم أعتقد أنه يبتد يظهر سنة 2016 2015 ست سنين بيطلع الغاية دلوقتي في قناة الفكر الحر برغم أنه قلت لسام وقلت له يا سام ده نصاب أنا عايش في أستراليا ما كانش مفتي الراجل واضح من لغة العربية الراجل واضح من بناء المنطقة أنه لا يمكن يكون معه PHD اللي معه PHD ده بيتكلم بطريقة معينة حتى لو كانت خاطئة حتى لو كانت المعلومات خاطئة ولكن البناء لها بيكون له اسلوب معين بيبان ليه ليه المنطقة بتاعتنا حجم من الاتنين يا إما الشخص ده فبيكزب المشاهدات أو فيه احتمال كبير أن الشخص بيستضيف لأنه ما يعرفش الشخص ده بشكل كامل فبيستضيفه وممكن أنا أعتقد أن فيه ناس في ممتصف الحديث أو ممكن في أول عشرين دقيقة يعني أنا متأكد متأكد بشكل كبير جدا أن الصديق أحمد سامي لما كان مستضيفه ومعرفش أعتقد أن الحلقة مش موجودة دلوقتي أنه شك أن فيه حاجة مش مصبوطة في الكلام أكيد أنا متأكد لأن وعشان كده ممكن تشالت وعشان كده ما فيش حوارات تانية بس الناس اللي هي بتشاهد بقى المحتوى الآخر للأصدقاء ما بتشوفش المشاكل اللي كان بيقع فيها هذا المدعي هو لا يمكن أن يكون منتمي لهذه المنظومة الفكرية أو هذه المؤسسة فنعمل معاه الواجب ونعمل معاه زي بتاع الكشري اللي هو إيه عايزين فعلا بتاع الكشري يختفي عن الأنظار طبق الكشري توقفوا عن الاهتمام به طيب أنا أضيف حاجة بسيطة هو توصد إيه بينتمي لهذه المؤسسة هو مدعي أنه كان بينتمي لمؤسسة الأزهر أنه كان معا دكتوراه رئيس قسم الشريعة ما بيتدعيش ده خلينا أقول لك الحلقة كانت عنه لا ما بيتدعيش يا عائصان يا هاني لا لا بيتدعي طيب خلينا أقول لك الحلقة كانت عنه تتكلم عن الحلقة يا حبيبي أنا أنا بتتكلم عن أنا عرفه يعني أنا شفت له حلقات مش حلقة لا ادعيش اسمح لي أنا عاية أوكي الحلقة كانت بتتكلم على من له حق الإفتاء وإن فيه قانون هيطلع في مصر في الوقت ده في 2017 هيطلع يحدد وينظم مين له حق الفتوى وهو كان مستضاف لأنه بيعترض على أن مشروع القانون بيلزم الأزهر بأن من له حق الفتوى سواء في مصر أو في البلاد عموما هو موظف الأزهر وهو بيقول بيقول أنه بيعترض على هذا الطرح أو مشروع القانون لأنه أزهري عنده شهادة وعنده 28 مؤلف لكنه لا ينتمي إلى الأزهر ولا يعمل به ولا موظف فهو طالع يعترض يا عزيزي ما هو ده هو بيقول كلام مختلف في حلقات مختلفة هو كان بيعرف نفسه بيطلع في الحلقات بعد كده ما هو ده غريبة بعد كده أنه كان مفتي أستراليا ونيوزلندا ما هو لأن الإفتاء في الوقت ده كان لو هو حقيقي مفتي يعني كان ممكن يبقى شخص زيه فريلانسر يعني يبقى مفتي فاهمني فهو طالع في الحلقة دي هبعد لك على ما أنا فاهم بس ده كده إعادة تعريفات يا عزيزي يعني أنا ممكن بقول لك بقى إيه يعني أنت بتقول لي أنت هاني أنت بتفهم في الفيزياء معاك PHD في الفيزياء هقولك لأ يعني ما معايا PHD في الفيزياء أنا مش محتاج PHD في الفيزياء عشان أننا أتكلم عن الفيزياء بشكل مختص كده بقى بإعادة تعريفات للأشياء حتى تعني أشياء أخرى أنت لما بتقدم نفسك أنك المفتي الرسمي أو كنت المفتي الرسمي السابق لأستراليا ونيوزلندا معناتها أنك تلتصق بالمؤسسة الأزرية أنت بتتعين لأن هذا المنصب يعين من قبل الأزر وما فيش حد بيعين نفسه يعني ما ينفعش تعين نفسك تقول عصنا لي فكر إسلامي جديد فأنا هو عين نفسي أو حنصب نفسي المفتي بتاع أستراليا ونيوزلندا فيش الكلام ده طيب وإيه أنا عموما كلامي والأخطاء في قراءة القرآن والأخطاء اللغوية والأخطاء في كلامي لا ينفي بقى أنه ممكن يكون مش معاه شهاد الدكتورات ولا ينفي ولا ينفي جهله اللي أنت لمسته بالطبيعة لكن تعريفه النفسه في الحلقة دي ينفي بس أنه هو تبع مشيخة الأزهر لكن برضو في الحقيقة ما يؤكدش أنه عين فعلا من الأزهر في وقت سابق وفق قانون سابق لكنه ينتفي في القانون الجديد يا عزيزي لم يعين على الإطلاق الأزهر قد عمل الموضوع دا منتهي يعني الموضوع دا ليطلع بيناقش لأول مرة الموضوع دا صدرت فيه بيانات رسمية تتنصل فيه كل الجهات المعنية من أن هذا الشخص كان ينتمي في أي وقت من الأوقات أو بأي شكل لهذه المنظمة والتزوير والتزوير اللي في شهادة الدكتوراه عزيزي تحطت على الصدر آخر مدقلة أنا في الحقيقة بصحح كلامي أنا لكن أنت الأعلم أنت اللي شفت بيانات وفيديوهات أكثر شكرا ولأ ومشان الأعلم الناس هي اللي تقدر تتأكد من الكلام دا أنا بتدعي بعض الأشياء من حق الناس أنها تطلع تتأكد من الكلام دا أنا النقطة اللي كنت بتكلم فيها إزاي من الشخص دا لغاية دلوقتي لسه مستمر في الدوائر اللا دينية إزاي لم يلفز من الدوائر اللا دينية على أساس أنه مدعي لأنه بيوقع الكريديبيلتي يعني يسهل الهجوم إذا كان في وسطنا مدعي واحد بيقول أنا كذا وكذا 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 فيطلع الإسلاميين يتحكوا يقول لك اه ها 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 اهو تفضلوا هم دول الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الطمحيس المعرفة وبيتحكوا على العنعانة بتاعتهم هم بيستخدموا هم نفسهم لم يتمحصوا ولم يتأكدوا من المعلومات قبل استضافة الأشخاص اهو دي النقطة طبعا أنا مش عايز أدوم كل الناس وفي ناس وقعت في مشاكل لم تكن تعرف الشخص ده بشكل كامل أنا بتكلم على يعني يعني ممكن في بداياته ماشي عارف ان فيه خنوات ممكن تكون وطبعا كانت تكلم عن جهدات شخصية إنسانية ما عندناش مؤسسات للطمح ماشي إنما استمراره لست سبع سنوات في نفس المنطقة اللي لأي شخص قارق فيها شوية دين أو فاهم لغة عربية إنه لهذا الشخص لا يمكن كان ينتمي للغة للمؤسسة الأزهرية اليوم طريقة معينة في الكلام السياق الدكتوراه اللي هو واخدها دي فيه سياق في طرح الكلماء الكلام مش ممكن مش ممكن فبتوقع الكريديبيليتي بتاعت المنطقة بتاعتنا إنه أو المجموعة اللا دينية بتعمل استضافة دورية لناس والأمم المتحدة الدعون هو يعني عمل منظمة اندورس با يونيتد نيشن لو سام بتاع قناة الفكر الحر بعتلي الاستمارة يعني تحك تدحك تحك تدحك يعني واضح جدا جدا السزاجة يعني انت تستطيع انت تتصب بلونيتد نيشن دي عادة سايلو يعني انت تعمل حاجة اسم يا جماعة كذا كذا هل هذه المنظمة اللي بتبداعي انها اندورس باي هل فعلا اندورس باي لا او ايه الصعب في هذا الكلام فدي مشكلة كبيرة جدا ايه اللي هتعمل اندورس لمجموعة عايزة تنقح الدين ايه الكلام جبتوه منين مش ممكن فدي عندي مشكلة كبيرة جدا مشكلة مشكلة كبيرة غالت مش قادر افهمها عايز لها حل حد لو مثلا يعني انا كنت اتمنى طبعا كلهم اصدقائي انا شايف احمد قاعد تحت وسهيلة وسام كلهم اصدقائي ف نفسي اسمع منه اسمع ايه اللي حصل ايه الكواليس هل المكتشف هم شيء بعد كده بس فيه قنوات معينة بتقوم باستضافة الشخص ده بشكل دوري هل ليه ما بيعملوش دي دولي جنس ليه ما بيتأكدوش حتى يعني الكلام زاد عن الشخص ده بشكل كتير جدا لدرجة ان انت يعني على الاقل هتكون عندك اتجاه ان انت تتأكد من المعلومات هل فعلا الشخص ده هو الشخص اللي بيقول انه هو انا عارف انه طبعا لي حلقات كتيرة جدا والحلقات الكتيرة دي بيتكلم بعمل تناقضات مع نفسه ما دي احد الاشياء اللي بتخليك تشك فيه انه بيقول حاجة ويقول عكسها في وقت من لاحق طيب في حد تاني يا جماعة عايز يطلع يقول اي حاجة في هذا الموضوع انا مستغرب يا سامن انت مسمعتش عنه خالص يعني عايش معنا في استراليا هنا وبيداعي كان انه مفتي استراليا ونيوزلندا طيب روبي بتستبت كيف عرفت يا هاني عرفت ايه ايه المعلومة مش عاربة تكلم اي هاني لو حب تطلع يا روبي انه نصاب عرفت انه هو نصاب ان احنا تأكدنا واتصلنا اول شيء الشكوك انتباتني من المشاهدة المباشرة مرة تانية مرة تانية لما لما يقدم شخص على انه ينتمي معه دكتورا في الشريعة وكان رئيس قسم الشريعة في جامعة الازر كده كده انا بتاعتي بتاعلوا عندي بتاعلوا عندي في طريقة الكلام بي اتش دي معناها ماجستير دكتوراه معناتها ان البناء المنطقي سيكون لها نساق معين ففواج ان الكلام هو بيتقال مش راكب على بعضه اللغة العربية غير صحيحة حتى قراءته القرآن بيخطئ في الآيات والمشايخ اللي كان بيطلع ينظرهم يقولوا تبتعرفش تقرأ قرآن ولا ايه قراءتك غير صحيحة فالشخص ده طبعا لما عرض علي مفتي كذا 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 اول حاجة نعيش في استراليا وعارفين المفتي عندنا كان مفتي شهير جدا اللي هو بتاع لك اللحم المكشوف والقطط اللي هو هلالي ولا مش عارف اسمه مصري ده معروف وظهر في السوشال ميديا لان بعد المقولة بتاعته الشهيرة بتاعت التحرش وان القطط واللحم المكشوف بقى زي النار على العالم يعني فاحنا عملنا حاجة اسمها due diligence ايه due diligence يا جماعة احنا منتصل من اول السفارة المصرية في استراليا الى المشاكة هنا في استراليا ونتأكد هل فعلا كان في حد اسمه مصطفى راشد يعمل في الافتاء في استراليا ونيوزلندا او كان يعمل في وقت سابق طبعا الكلام دا لم يتحقق بالاضافة الى اشياء كثيرة الخطاب بتاع سام بتاع قناتك الفكرة الحر اللي بعتهولي اللي هو استمارة العضوية المشعرف السلام الدينية اللي هي endorsed by the united nation وتشوف الفورمات تموت من الدحك اعطين فيها واتس اب ومش اعطين فيها تتصل بها وتتأكد المعلومات تتلاقي ان الكلام بلح موقع او فانا تأكدت بشكل رسمي وخاص بس انا مستغرب له ان الناس ازاي ما بتشكش في الحوار يعني يتكلم في خلال ساعة او ساعتين ازاي الناس بتقول انا مثقفة وفهمة ومش عارف ان يعد عليها هذا الشخص لمدة ساعتين بدون ما تشكك هاني بيقول في فيديوهات مليئة بالاخطاء اللي هو بيقول فيها القرآن بطريقة خاطئة في اكتر من كده ايها جماعة ده الناس اللي من المؤسسة الازرية اللي بتترك الاديان تظل عندها اللغة العربية قوية والنط صحيح والقراءات صحيح لانها خلاص اصبحت جزء لا يتجزأ يعني الموضوع ده بالنسبان بس من حق الناس انها بقى تتأكد انا اللي مستغرب له ازاي الناس ما شكتش زي الناس اللي ما شكتش في الدكتورة اللي كانت بتدعي انها دكتورة نفسية كان بتطلع معها بتعمل حلقات بالزوفة ازاي لم تشك في اي لحظة من اللحظات ان هذه السيدة لا يمكن ان تكون طبيبة نفسية دي اللي بشدي فيها شعري يعني في ناس تطلع بتتكلم بشكل منطق يعني بيبان يا جماعة بيبان 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 بستغرب ازاي الناس دي ما شفتش ادعاء ان الدكتورة النفسية لما تتكلم عن الشزوز الجنسي صديق نسيم واس زاك يا دكتورة زاك دكتور نسيم اوكي يمكن هو مش متاح دلوقتي انا المايك بياخد وقت على ما يظهر عن جارة تطلع وستنى لما البرنامج يرضى عنك ويديك المايك ويديك شكرا بحيش نعمل كله تمام والله الحمد الله انت مصدوم من استغرابك يعني صراحة انا مصدوم منك اكتر ايو انا انا فهم انت راح فين بس هم لازم نفتح الموضوع لان الموضوع زودوه او فيه يعني دلوقتي لسه بيطلع مش الشخصي نفسه هي طبيعة المجتمع يعني الجزء ده طبيعة مجتمعتنا معرفش انت متابع القنوات المصرية ولا لا القوات المصرية عموما والقنوات الرسمية زي ما انت قلت بيطلع عليها حاجات اسوأ من كده بكتير جدا حاجات في الطب والهندسة يعني احنا عندنا دولة بالكامل وقفت ورا جهاز كفتة يعني دولة بالكامل بمؤسستها اللي كان بيقول ان جهاز الكفتة ده شيء مش موجود او شيء غير منضبط علميا كانوا بيطلبوا انه يتشال عنه الجنسية فده ده مجتمعنا الديني في المجتمع يتصرف بنفس الشكل والذي لا ديني في المجتمع يتصرف بنفس الشكل والمسلم والمسيحي كنا يتصرف بنفس الشكل ده ثقافتنا وده تعلمنا للأسف لحد ما الوضع ده يتغير لحد ما نعيد تقاعدنا ثاني مانا شايف انه مخيش فرق هنبدأ نلف ونظور في نفس المكان الناس ده قدم سكام في التاريخ اللي هو انت هد فلوسك وانا هاديك الفائدة يعني ما فيش سكام اكتر من ده يعني بتعمل ولسه بتعمل لحد دلوقتي فا استسهال الحصول على المعلومة وكل الاشياء دي موجود في مجتمع بشكل كبير القنوات عندنا ما بتعمل شي لأي نوع من انواع المعلومات المعلومة اللي بيقولها الشخص بتتاخد وخلاص بتمشي. شفنا ذاكاترا وشفنا مخترعين. شفت انت هي بقت الاختراعات ولا لا? اختراعات ليس اول من الاختراع. انا جملة مخترع دي بتخلينا تحسس من خلاصي على طوال الوقت. يعني ايه مخترع? يعني لما حب افهم انت عملت ايه اسأل مين? نشر بحث مثلا نشر مقال الفكرة دي حطتها فين? طب الفكرة دي اصلها فين حتى عشان قدر اعرف ان هي مش مسروق ايه. فاحنا عندنا انا شايف ان احنا عندنا مشكلة في مشكلة منهجية. مشكلة منهجية في المجتمع. بس على الفكرة انا اوضح لك مشكلتي فين عشان تعرف بزلط حد ده. انا عارف ان انت ما بتحبش تقود في الجدل الديني. فهطلع عن مضوع الدين. في مجموعات بتاعتنا في المنطقة العربية بتتدعي انها ابتعدت عن الفكر الخرافي. وفي رحلتها اللي ابتعد عن الفكر الخرافي يستخدموا منهجية. وهذه المنهجية تهتم بالطمحيص. والتأكد من المعلومات ومصادر الابسيمولوجيا وان انت زاير تعرف ان انت تعرف وكل هذه الاشياء الجميلة. ولما استخدمت هذه المنهجية طلعت الى المكانة السليم. ولكن بعد ترك المنطقة سواء باعدين سواء معتقد سياسي سواء معتقد قومي اي شيء. تحبوا؟ بعد ما يطلعوا مضوضة بيرموا المنهجية دي كده على جنب. وكأنها لم تكن موجودة ولم يستخدموها وما يسمعوش عنها مرة تانية. ايه المشكلة دي؟ هي نفس الحكاية انا شايف ان هي مشكلة مجتمع مش مشكلة اشخاص بغض النظر انك تعمل مش عايز اقول العقل واحد المنهجية الفكرية اللي احنا كما كانت فيها من نجيئتين دي. في كل شيء ده ده منهج. ده شيء منهجي تتبعه في حياتك. عامل زي حالة البحث الهلمي. كل معلومة بتتقال لك بتحاول بتحاول تفهم المعلومة دي جاية منين. زي ما بتقولش معلومة انت مش وصف لنا. مافيش مشكلة انا تقول مش عارفة مافيش مشكلة. مش حيط. لكن هتلاقي برضو بنفس كل الاطراف. يعني هي نفس المجتمع نفس البيئة نفس التعليم كلنا زي بعض يعني الحمد لله. نادرة ما هتلاقي حد يقولك معرفش. انا معرفش انت خبطت في كام واحد على الكلاب هاوس مثلا او على السوشيال ميديا. لما تسأل في حاجة قال معرفش. في حين الطبيعي انك بتقرأ انك تقول ده. الجزء ده احنا بنتربع عليه. يعني الاجزاء اللي من النوع ده احنا بنتربع عليها بشكل كبير. وبتحتاج مجهود كبير جدا علشان تتخلص من الرواسط. الرواسط دي ما هيش رواسط دينية. هي رواسط مجتمعي. عشان تتخلص منها بتحتاج تبزل شوية مجهود كتير. مش كل الناس عندها الاستعداد هي تبزل المجهود ده. مش كل الناس عندها استعداد من هي لما تقول معلومة بتقعد تعمل الريسورش انت عملته عشان تشوف الشخص ده الكريدينشل بتاعته ايه اصلا. يعني هل مجرد الكلام اللي قاله بس كده حد تتكلم عنه. ولا ايه الكريدينشل بتاعته. ولا في ناس قابلتها كلك الثقة بتاعتها جاية من على الريكمونديشنز بتاعت ناس تانية على السوشيال. يعني تعتقد ان الكمفرميشن بايس او هذا التجاء الحياز التأكيدي. يعني مسلا قناة رسمية في جمهورية مصر العربية اه بتجيب شاب صغير. والشاب الصغير دل بيداعي انو مخترع وكذا وكذا. طبعا بيحصل الى موقف الهازل اللي احنا بنعرفه بنقعد نتحك عليه. اعرف نفس الموضوع ده و concلي عددidez نفس الشاب ده ادي وصل الى حد فين. جد يقول لك سن extraord Pis أدرت عن العلاقة شخصية بالحوار كله. اه. 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 وصل لحد قنوات اخبارية في كل دولة العربية. وحد الاشتركة الالسوق الى عالمية. اه. اه. it's a human problem لسه لحد الوقت كلنا على اختلاف أعرقنا وأجنسنا بنقع في نفس الأخبار يعني من رأيك مثلا قناة زي قناة مصرية حب أنها تصدر فكرة على أن هناك أمل في المستقبل ويشوف الشباب بتاعنا الصغيرين فبيقوا في المسيادة دي يتصيادها ناس بقى معينة محترفة في الموضوع ده في الهبد فيطلع يعني يعطي للشباب أو للمؤسسة ما تتمنى وهي تصدير صورة معينة صحيح صحيح في الآخر انت بتديره اللقطة اللي هو بيدور عليها بغض النظر فهيبقى عندنا المخترع العالمي وعندنا المثقف العالمي وللأسف انت يعني فكرتين لما استضفت احد بعض المرات في فيزول المصري اللي هو يعني دعافنا للدكتوراه في حاجة اسمها تصادمات الأنويات الثقيلة فالموضيع اللي هي تصادمات حاجات كثيرة قوي يعني اللي هو مشيها هي حاجات كثيرة تتصادم مع بعض فهي دي الثقافة ده ده المجتمع لسه بدري شوية على الناس المجتمعات دي ما بتتغيرش غير لما يحصل صورة فكرية والصورة الفكرية ما بتجيش غير لما الناس تبقى حرة نفسها تفكر وتعبر وتقرأ وتختلف وتمر بتجربة طويلة عريبة التجربة دي لواحد من الناس ما مريتش بيها غير في أوائل العشرينات وانا لسه في أوائل الثلاثينات مش هادر اقول والله ان انا بقيت خبير فيها ولكن كان الشغر بتاعي فادني فيها بشكل كبير لان جاي من نفس المجتمع جاي من نفس التعليم جاي من نفس الثقافة فانا مدرك من السهل انك تقع في فخرية لحد النهاردة الناس عندنا بتشوف العمامة الازهارية بغض النظر عن اللي لابسها على ان هي العمامة هي اللي بتاخد الثقة مش الشخص يعني مجرد ان شخص يظهر على قناة وهو يرتدل زي الازهاري دي في حد ذاتها بتدي الثقة شوية انا بس عايز لك سؤال طبعا انا عارف ان انت تنتمي طبعا للمؤسسة دي لو مش عارق انت سمعت عن الشخص ده وشفت بي اي لأ انا عامرة بي شفت بس ربع الشاغل مصري تقريبا واحد يعني ديتك بقول واحد من كل مستمي المصر ينتمي المؤسسة الازهارية المؤسسة الازهرية هي مستمية عالمية كبيرة يعني الازهر كمؤسسة العالمية مش حاجة قولي لا بس سلم ما يمتعاش تقول بنتمي على المستوى التعليمي زي ما انت وضحت الا لو انت بتشغل وظيفة ذات حيثية داخل هذه المؤسسة يعني انا ميجي شخص يقول انه بنتمي للمؤسسة الازهرية فهو أستاذ في جامعة الأزهر على الأقل ده شخص ينتمي للمؤسسة ليه لأنه عشان يطلع وحتى ده مش هيتكلم باسم المؤسسة ولكن هو بينتمي للمؤسسة انتماء هنا زوحيسية لكن الأزهر بيخرج مئات الألاف من الطلبة كل سنة ماينفعش أقول إن الطلبة دول بينتموا للمؤسسة وما خرجين زي هون زي خرجين أي جامعة على خلاف الشخص اللي بيعمل في المؤسسة دي بشكل ده حتى لو حاصل على دكتورام الجامعة ده ما يجعلوش ما يجعلوش ينتمي لها بشكل بشكل تمثيلي يعني هو مجرد شخص حاصل على الشهادة من المكان ممكن بعد كده كل الكلام اللي يكون بيقوله وكل اللي لا يمت للعلم ولا للمعرفة بصلاة فهنا هو بيمثل نفسه المشكلة إن إحنا تاني برضو بناخد بالشكل مجرد لبس الشخصي اللي عمامة الأزهرية بيديله ثقة وكريدينشاوز المفروض ما ياخدهاش نفس الكلام عند السمت السلفي في مصر كان في فترة كده بيعمل نفس الحوار مجرد من الشخص زو لحية وبيلبس رداء قصير في الحالة دي بيتقال له يا شيخ والناس بيتعامل معها لأنه يعني ممكن يتخذ منه معلومات دينية فدي ثقافتنا يعني دي ثقافت مجتمع الناس اللي خرجت من الدين أو لسه في الدين يعني هنا الجزئية دي أنا مش شايفها فايصل في شيء أعتقد الكلاب هاوس على الأقل اللي عرفنا هذا الحد يعني لا أتطفق معاك بشكل كبير يظهر الموضوع مطول ومزدمانة أن أنت تتصدق كده ما تتصدق شوية عشان هتكارك كتير نعم شكرا 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 أخضمك يا دكتور نسيم لا دكتور نسيم يعني أوضح الفكرة أنها معضلة إنسانية وحتى مش فقط قاصرة على العربية فعلا بيقدموا بعض الشخصيات حتى في حاجات زي الـ CNN والـ BBC وفي الآخر بيقع بيظهر أن الشخص بيكون امباستر أو مش حقيقي يعني فيظهر أن المجموعات الإنسانية هتكون عندها الموضوع بس أعتقد بدرجات يعني طبعا في المنطقة العربية أقل المنطقة العربية تبدو أن ما فيش أي فلترات خالص ومالكافية أعظم صديقتنا روبي تفضلي أهلا عزيزي هاني وكل الـ وسامر وكان معاكم نسيم دكتور نسيم أنا وصلنا بكم كلكم أنا لما سألتك كيف عرفت لأنه شوفه هو لما يكون مثلا شخص بيدعي أنه مثلا عنده مثل بالفيزياء ممكن أنت أنت مش متخصص فيزياء بس على الأقل عندك بعض المعلومات يعني يكون عندك فممكن أنت تلقى في كلامه مثلا ما يبين أنه هو امباستر أو حتى هذه السيدة اللي قالت أنها يعني علم نفس طبعاً ماكو دكتورة علم نفس تطلع وتقول على المثليين شواذ يعني هذي أكبر أول شيء يطلع لك قرون الاستشعار يعني فيه شيء غير بس بالنسبة لشيخ بالأزهر هذا بصراحة أنا ما شفت له وايد بس ما شكيت فيه فهذا من هني اللي بس طبعاً انت في أستراليا تعرف وبعدين أنا ما عندي دراية بس روبيع يعني أسف جداً المخاطعة صديقنا هني هو يعني ابتدى يدعبس ولقى حاجة هو لقى في اللينك في الشات قرار قضائي من المحكمة في أستراليا عن هذا الشخص أنه هو مدعي يعني فيش أكتر من كده صحيح هذا جيد لأن خصوصاً إذا يطلع كثير في قنوات بس المشكلة يا عزيزي أن حتى عندك ناس عندهم دكتورة وبيعبدوه أنا مشكلتي هني يعني مجرد أنه يكون أمام اسم حرف الدال والمتلقي مجرد أنه يكون أمام اسم حرف الدال خلاص يضرب له عشرين سلام لأن حتى حتى لما يكون دكتور الدكتور إذا يعطيك شيء عن معلومات علمية مختلفاً لما يعطيك رأيه هو المبني على المعلومات العلمية هو ممكن يكون غلطان حتى لو كان عنده دكتورة وتصوير وائد منها وائد دكاترا يقعدون مع بعض ويتناقشون يتناقشون بآراءهم هذا يقول رأي وهذا يقول رأي وآراءهم مختلفة لكن المادة العلمية اللي هم رجعوا فيها رجعوا بآراءهم عليها هي تكون صحيحة إحنا ما نفرق إحنا تراثنا كده يقول لك قفل المعلم مش عرفه وكفي التبجيلة كانت كاد المعلم أن يكون رسوله إنت لما تكون أمام المعلم إنت ما عندك رأيي حتى لو إنت عندك رأيي علمي أنت بتقوله أنت تخرس ما تتكلمش هذا تراثنا كده شفنا يعني واحد مجرد أي إمباستر ممكن يطلع ويحط جدامة يعني غمه شوية يعني اللي موجودين بالسوشال ميديا ويحطون أمام أساميهم حرف الدال كثيرين وأنت حتى أحيانا أنت أنا وياك ما تشفنا ساعات نطلع على طول يا دكتورة روبي يا دكتور هاني يا جماعة أنا مش دكتورة مو شرط أكون دكتورة حتى أكون أعطي رأيي في شغلة معينة مو شرط لكن أن الناس أنك تاخذ من كلام الشخص مجرد لأنه عنده شهادة في كذا وكذا حتى هذا التماس السلطة أصلاً فحتى الدكاترا ممكن يكونوا غلطانين في أشياء وكل شيء قابل بس عزيزتي أنا لما شكيت فيه مش شكتش فيه بسبب المعلومات خاطئة أو كذا أنا قلت السبب الرئيسي اللي كانني أشك فيه هو البناء البناء المنطقي يعني ممكن فعلاً منطفق معك أن درجة الدكتوراه لا تمنع لا تمنع أن الشخص يقول خزعبلات فعلاً بشوفها وبشكل يومي فيش مشكلة بس هيكون للعرض هذه الخزعبلات بيكون فيه منهجية معينة لأن بدون هذه المنهجية لا يستطيع هذا الشخص أن يحصل على الماجستير ولا الدكتوراه تكون طريقة في الكلام حتى لو كان الكلام فارغ من المحتوى إنما طريقة عرض الكلام بتعطيلك أن الشخص ده لدرجة الأكاديمية شكلها عامل إزاي ما تشوف اللقاءات متقبط في الكلام بيروح من فكرة التانية بدون أن ينهيها ما بيعملش حاجة يسمعها عرض ممكن أتكلم أنا موت نفسي النهاردة طي بس حالا يا جوليا يعني في كلال دقيقة واحدة هي موت نفسي بقول لحضرتك حالا إيه بس أقول لك هموت نفسي أه تفضلي ممكن قد يوقف معي لو سمحتك تفضلي أنا هموت نفسي دلوقتي ليه؟ عشان أنا ما بحبش بنتي أنا غزمة عني يا عزيزتي يا عزيزتي طب أنت بتحاويز عايزة مساعدة يا أستاذة جوليا مش عالفة عملي ما بحبهش مش دال مكان المناسب يا عزيزتي عزيزتي مش دال مكان المناسب طب أروح يعني أموت نفسي حدرش لا لا عزيزتي عليك أنت عيش في دولة عربية أو في دولة غربية أه في مصر في مصر؟ ما عندكيش طبيب بيساعدك؟ ما عليش؟ مش مكان مناسب إيه بس يعني أنت عبيد فقولك هموت نفسي يعني إيه مش مكان مناسب لأن احنا مش مختصين يا عزيزتي نحنا نساعدك ما ينفعش حدرش هساعدني أنا مش عايز هساعدك إزاي يعني؟ حدرش يعني أنا مش عارفة تتكلمي بجد أو مش بجد؟ قول لك أنا دلوقتي يا سيدة الفاضلة ما ينفعش الكلام ما عندكيش في الدكتور نفسي تتكلمي معا؟ أنا فايز الليل أنا ما عنديش أكيد حد يعني واحنا هنساعدك إزاي عزيزتي إحنا ما نعرفكيش؟ طيب ماشي باي باي مع السلامة إنت على فكرة أنا مو طيبة بسببك إنت محاولش نتساعدني إنت فضيع يعني يا جوليا يا جوليا دقيقة يا هاني يا جوليا إنت إذا عندك مشكلة إحنا مش هنقدر سأل آه معلش 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 يا جوليا بس إذا عندك مشكلة في ناس متخصصين ولا واحد أنا فايز الليل ما أقول بك يا موت نفسي إنتوا كلاب إنتوا تراميد أصلا إنتوا كلاب خوارات يعني أقول لك واحدة يا جماعة هاني نزلها أرجوك يا هاني دي بتترول يا هاني أيوا أنا عملت كده واضحا أنا بس كده أخدت 30 ثانية عشان أتأكد لأن ممكن يكون فيه فعلا حاجة إنسانية ولكن واضح من الاستمرار بك الحاجات دي أرمي على أخوك وأنا أتصرف معه بلاش نحوك مو عشان كده بص دايما أنا بقول يعني عنوان الحلقة النهاردة إزاي نتفحص الأشياء يعني طلعت الشخص السيدة دي علينا بهذا الإدعاء الكبير وحاجة تخلتنا كلنا أرؤنا تجمدت يعني لأن الحاجات دي ممكن تحصل فيه فعلا ممكن يكون ناس بتستغيث بالناس ده بيحصل بس إزاي نتأكد ونفرد أما بين الناس دي والناس تانية مدعية محتاجة إن أنت تاخد لحظتين تفكر محتاجة عدم تسرع عشان نتأكد ولما بيتم عملية التأكد أو شيء بتتأكد بنتصرف بس يعني كملي يا روبي وبعدك نأكد هاني منطقي ولا طيب؟ ها؟ سواء هاني منطقي ولا طيب؟ لم أفهم هاني، السؤال إيه؟ انت شرحت ليه؟ انت استنيت 30 ثانية فأنا سأقالي هو هاني كان منطقي في 30 ثانية ولا كان طيب في 30 ثانية؟ مزيج ما بين الاثنين، كنت في منطقها منتصفة وهاختار أحد الاثنين لغاية ما تأكد يعني ممكن أنا يعني في أشياء غير منطقية يعني إنت لو شفت واحد بيجرأ منطقيا يعني إنت ممكن ما تعرضش نفسك للخطر لكن بتجد نفسك في أثناء المواقف أن إنت بدون أن تعيب بتروح ناطط عشان تنقذه بس أنا كنت بس بأخذ بس 30 ثانية دي عشان أشوف أنط في البحر وأنقذها ولا أعدي بس وضحت منها الشتيمة وكده وأنها طبعا مش جدية في الكلام كمليا روبيو عشان ناكد جو بعدك لا أخذ جوان أنا خلاص ضاعت الفكرة أصلاً بس هي هو يعني المقصود في كله إنه للأسف تراكنا كده وبعدين على فكرة هذه الالتماس للسلطة اللي منها أيضاً حتى العلم ممكن يكون سلطة على فكرة لما أقول لك حتى دكاترا ممكن يبدو دكاترا ممكن يعمله عندك مثلاً دكتور آز هذا اللي يطلع بالتلفزيون وبيع لك الوهم هذا دكتور عندك دكتور دي باكت شوبرا هذا دكتور وبيبيع الوهم للناس يعني المخادعين كتار مشهر تكون عندها دكتورة ولا ما عندها السبوبة هي بيعملها زي السبوبة وهم كتار ممكن يكون عندها أيضاً البي اش دي بيعمل لك فللأسف ناس مثل هدول ما عندهم عشي يسمونه القصيد دكاترا اللي يعملون شدي ما عندهم الشرف الأكاديمي أو الشرف المهنة المهنة بأن مثلاً إذا هو مش مثلاً متخصص في هذا الشيء وما يعرفش بالشيء مثل ما قال أعتقد الدكتور نسيم قبل قليل قال إذا ما تعرف مثلاً قول ما أعرف هنا حتى دكاترا أنا هنا بالجامعة دكاترا أسأل سؤال يقول لا أعرف أسأل سؤال أسأل سؤال بكل شغولة أسأل سؤال خلوني أبحث فيها وأنا سأحصل بس يعني وهو عنده دكتوراه وهو حتى لوريت يعني مش عارفة إحنا عندنا لا الكل يعرف كل شيء ومدام عنده دكتوراه مش بس يعرف في تخصصه هو بيعرف في تخصصه وفي كل حاجة مع أن هذه الدكتوراه اللي حصلها مثلاً في تخصص معين أوكي ممكن يكون عندك أنت ثقافة عامة وتعطي رأيك وتعطي مثلاً حسب أبحاثك اللي قريتها واللي سمعتها وتأخذ وتعطي ما يكون مثلاً أنه لا هو كده لا أنت تأخذ وتعطي مثلاً ممكن هذه ثقافة عامة وحتى إذا كان مثلاً ناس متخصصين ممكن هم كمان يتكلموا يعطوا الرأي الصحيح أو الرأي هو وتأخذ وتعطيه إياه نحن بالنسبة لنا لا نحن نأخذ فلان يتكلم هو سلطة وهو اللي يقوله هو زي القرآن كده لازم تاخده بس هذه الفكرة طبال يام شكراً يا عزيزتي أنا عملت الغرفة دي تكملة لكلت الشغل اللي أنتو عاملينه بس وسعت الموضوع شوية تعرف عن طبعاً عارف أن أنت مهتم بالشأن الديني وتمحيص المعتقدات والادعاءات مر عليك هذا مصطفى راشد اللي هو كان بيدعي أنه هو دكتور في الأزهر وقسم الشريعة ومفتي لأستراليا ونيوز لندن هل شفت المحتوى بتاعه؟ ظهر على قنوات اللي دينية كثيرة للأسف يمكن شفت يعني يعني كوتس منصوبة لي أو حاجة أنا ما ما شكتلوش يوتيوب أو حاجة طب لو تسمح لي علاق بس على البنت اللي طلعت دي الفكرة أنا فاهم يا هاني أنت لدتها فرصة لأن أنت مش عايز تسيب احتمال واحد في المليون أنها تكون صادقة والكونسيكوانسز والبكاتاستروفك يعني ومش عايز تشيل وزر أنها فعلاً قد تكون صادقة بنسبة واحد في المليون وتنتحر فعلاً وأنت تعيش بالزن بداته لعمرك يعني لو حاسيت أنها فعلاً كان ممكن تساعد بس الحقيقة أنا من طريقتها لأن أنا قلت طب لو أنا مثلاً فكرت أن أنا أنا حياتي يعني أنا يعني أتصور أن أنا شريط حياتي حيمر بسرعة كده طب إيه بني أم طب الفلوس حسيب له إيه طب حيقمن نفسه طب العقود الحاجات طب عارف البنوك فين طب عارف مش عارف إيه يعني دي الحاجات اللي حت تشغل بالي مش هيشغل بالي كلاب هاوس إن أنا أدخل أو إن أنا يعني أدرب نمر عشوائي أو أو معرفش يمكن أنا شخصتي كده عايزة رتب ما بعد رحيلي الدنيا هتمشي إزاي للناس اللي أنا بحبهم حتى وإن كنت أنا في حالة سودوية عايز يعني صغيري ده حيهب بيه من بعد يعني يا عمي بتقولك دي السبب أن أنا عايزة تموت نفسها أنها ما بتحبش بنتها فتسيب إيه بقى لا فلا الطريقة ويعني لا مش حتى لو ما بتحبش بنتها مش هتدخل كلاب هاوس يعني هتكلم قريب ليها هتكلم جوزها هتكلم جرانها إنما آخر حاجة يجي في بالها تطبيق بس بص ما هذه المشكلة مجتمعات الإنسانية دايما تفاجئك أنها بتقوم بحاجات أنت نفسك لو مرت عليك أنت عمرك ما هتقود هذا القرار بس في ناس بتعمل حاجات كريبة للأسف وعشان كده أنا تريست كده 30 ثانية عشان أتأكد لأن لو فعلا الموضوع ده صحيح أنت مضطر أن أنت تصرب بشكل مختلف حبتين يعني بس أنا 30 ثانية دول باخدهم في حياتي دول موفدين جدا اللي هو عدم القفز على الكونكلوجينز إدي فاك يعني اهضم الموضوع خد كده فترة سويا مش ما تطولش قوي بس فترة تنحي فيها العاطفة تنحي فيها كل الأشياء وتكلي الصوت العقلي ده هو الأعلى بشكل كبير لأن فيه صوت العقلي ده عشان وهو بيوضح فيه ضوضاء كثيرة على هذا فيه ضوضاء من الخارج فيه ناس بتقولك إزاي تفكر إزاي تعمل إيه لا أنت كنت مفروض ما تعملش إيه المجتمع بيقول عليك إيه يا طرى صورتك قدام الناس بتكون شكلها عامل إزاي إذا فيه كذا 130 واحد بتفرج عليك يهاني يا طرى ردك حيخلي الناس انتباع عنها كل دي ضوضاء بتيجي على المخ فإنت بتعطي نفسك التلاتين ثانية دي وبتبعد كل الضوضاء عن المخ اللي أنت لو أنت قاعد لوحدك ومفيش حد بيتفرج عليك أو محدش بيبص عليك أنت هتتصرف إزاي دي الفترة اللي بتسمحلك للوقت اللي بيسمحلك من أنت تقلل صوت الضوضاء على دماجك أنت الحقيقة أنا حصل لي موقف مشابه في يعني يعني كنت راجع من كنت في اسكندريا وراجع من مطار برج العرب يعني جاب والدتي من السفر وروحت وكان الطريق مظلم وفيش تبهت كده أن في عربية عاملة زي شبه البوكس بتاع الشرطة واقف ولقايز زي فيه أشباح فأنا ترعبت لأن معي والدتي أنا مع راش تضل قطع طروق ولا ملت أبوهم إيه فبقيت يعني بين إن أنا يعني يعني إن أنا أم دايس ومخترق المكان ده أو ما زاله ولو كانوا زباط شرطة فعلا وده كمين طب أعمل إيه فدي اللحظة اللي أنت يعني دي اللي أنت وقعت فيها مع البنت اللي أنت أدعني هتنتحر يعني وللآخر يعني أنا كسرت الموضوع ده وكان طلع كمين شرطة بس يعني 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 الموضوعات لم يعني كان يوم أسود يعني فأنا مقدر اللي أنت عملت الحقيقة أشكركم طبعا لأن حيصوب أن إحنا يعني طبعا غير مختصين في الآخر يعني أنا معرفش أرد حتى لو كانت صديقة وهي عبترفع عديها مرة تانية ومن الأسف يا أستاذة جوليان لن أسمح لك بالدخول أعتقد أن أنت لو فعلا بتمر بأي شيء أنا كنت برضو هيعيدك إلى المختصين أنا لن أستطيع ما يحدش فينا هنا طبيب نفسي وحتى لو كان طبيب نفسي مش ده المكانة السريمة يعني حتى لو كان معنا الدكتور سيجمون فرايد مش فجأة حيطلع ودكتور سيجمون فرايد هيعمل معاكي مناقشة في هذا الموضوع مش دي الطريقة للأسف ولو كان ترولين برضو دي بقى يبقى حاجة سيئة جدا لأن في فعلا الناس بتمر بهذه الحالات وده يعني عملية كده كراي وولف يعني ممكن يأتي فعلا علينا الشخص اللي بيستغير فاحنا بسبب الخبرات القديمة حنتجهله ونكتشف في الآخر أنه فعلا كان بيمر بهذا عشان كده أنا لا يعني ما عنديش قرارات مغلفة في حياتي بأكد قرار لكل موقف حسب وهو بينشأ قدامي يعني وطبعا المجموعات الإنسانية مختلفة فيه ناس هتتحرك على العاطفة أو مفيش حاجة اسمها صحي وغلط في المواضيع دي كلها ردود فاعل إنساني فيه ناس هتقولك ترول من أول لحظة فيه ناس هتقولك فاعلا عندها كذا من أول لحظة فيه ناس هتقولك تجد تلاتين ثانية عشان تستوعب الموقف وتقرر فاحنا مختلفين للأسف في الإجراءات بتاعت زي بنقرر على الأشياء ومفيش حاجة اسمها صحة وغلط في هذا الموضوع زيد عايز سويل شيء تفضل زيد لو سمحت لي يعني أنا في النقطة دي التفكير المنطقي والعاطفة مين اللي بيغلط طيب السيدة اللي دخلت يعني طريقة مفضوحة كان أو اسلوب بداي في استجداء العاطفة طيب لو حصل الموقف ده دلوقتي معاك أو مع جو أو مع أي واحد من الموجودين من صديق تواصل معه لفترة معينة سواء كان على كلوب هاوس أو على الفيسبوك وطلب منه مساعدة مادية فهل ستفكر تفكيرا منطقيا أم ستغلب العاطفة وأنت سمعت أن هذا الشخص الفلاني وقع في مأزق معين يحتاج إلى مساعدة مادية وبإمكانك الدعم المادي في هذه الجزئية فهل ستفكر منطقيا وتحلل أم أنك ستدعم صديقك حتى ولو لم يكن مقرب ستدعم الصديق ماديا فهل ستغلب العاطفة أم ستغلب التفكير المنطقي أنا بس يا جماعة المساجات ما بتجليش فأنا عارف أن الصديق الزوزو تبعاتي بعض المساجات عندها ينزعاج من اللي حصل بس أنا أحبب نحن نتكلم في هذا الموضوع لأنه في تلامس مع المنطق أنوان الغرفة بتاعة يتكلم عن التفكير المنطقي فبيأتي لنا مثال على الطب طب عشان والسؤال بتاعزيد منتاز جدا لأنه في عملية التلامس شوف لما هو غير لك بس البرامتر حتتين عشان شوف هل رد الفعل هتكون متشابهة ولا لا الشخصية دي مثلا طلعت علينا ما نعرفهاش أنا فوجئت بالكلام أخدت كده حوالي كمس سواني عشان أبلع الكلام الأول وبعد كده ابتدت أفكر العاطفة برضو موجودة طبعا إخصاء العاطفة عن المجموعات الإنسانية ده شيء غير متاح حتى لو بيتهياء لك إن متاح هو لا يمكن أن يكون متاح إحنا تطورنا مش تطورنا بالعاطفة الجزء العاطفي عند الإنسان أكبر كثيرا وأقدم كثيرا من المنطقة المنطقية فالحقيقة كما قال ديفيد هيوم وعبد ده حتى من سيجمان فرايد ومن ناس آخرين أن المدخلات لكل الأشياء المعلوماتية هي أصلا تدخل عاطفيا وبعد كده احنا بنعقلنها لأن منطقة العقلية ومنطقة المنطقية هي الأحدث على الإطلاق فدائما من الاتنين معانا أحب الشخص اللي هو لا ينحي منطقها في بعض الأحيان الردود العاطفية هي أفضل أفضل كثيرا وتكاد تكون أكثر منطقية شوف بقى المفرقة الغريبة أن يكون الرد العاطفي هو الأكثر منطقي يعني مثلا وحرد عليك يا زيت طبعا لن أتهرب من السؤال لو كانت هناك في امرأة تحتضر والريكي جيفيز الملحد الإنجليزي الشهير الكوميديان دائما في كل أعماله في هذه اللحظة الشهيرة أن في سيدة عجوز بتحتضر كان في فيلم اسمه The Invention of Lying أو اختراع الكذب أمه كانت تحتضر وتتكلم عن الجنة وأنها سوف تراه مرة أخرى وهذا الرجل الملحد منطقية المفرد يقولها ما تضعيش وقتك يا أمي السواني عندك أو الدقائق عندك معدودة لا تضعيها في الكرافات ولكن في هذا الموقف هو أعلى الإنسانية وتطب عليها وطلب يعني محبش أنها يزعجها ويؤلمها والله طبعا سوف أراكي في الجنة يعني هنعمل تشات وحنتكلم وحنطحك سويا وفي مسلسل Extras أو الجماعة اللي هم اللي هم الممثلين درجة تانية كان فيه سيدة تأتي عندها Cerebral Palsy هذا المرض ما عرفش اسم هو بالعربي بس بيخلي الشخص الموتور سكيلز بتاعتهم ما بيعرفش يتحرك بشكل صحيح فكانت هذه البنت قاعدة معهم وتتكلم على أن هذه الحياة غير عادلة وعندما سوف تموت يؤتى لها بجسم كامل وهذا تلعب فوليبول وهو ملحد في هذا فتلاحظ أن في المشهدين واحد حيقول لأمه أنها يعني حيضحك معها في الجنة وحيكون مستمتع بصحبتها وفي البنت هذه المسكينة اللي هي ملتصقة بمنطقة إيمانية تتمنى فيه مستقبل أحسن أنه برغم أنه إنسان ملحد أنه بيقول لها نعم وحلعب معك في فوليبول وقعد يضحك والبنت تضحك ففي بعض الأحيان من المنطقية نحن نعلي الطيبة والهيومن كولابوريشن لكن في بعض الأحيان وهنا بقى لكل موقف سياق معين أن في بعض الأحيان من الأخلاقي أن أنت تضع الشخص في مكانه وأن تقول له لا تقوم بهذا الفعل ولا تتمادى في هذا الاعتقاد الخرافي فالسؤال بتاع لو كان ده صديق أول شيء أنا لا أصادق للناس على البلاب هاوس هذه ليست بصداقة هذه معارف أتمنى على المجموعات الإنسانية لمنطقة العربية أنها تسمى الأشياء بمسمتها إحنا عشان مجموعات عاطفية فأي شخص بتقوم بتتكلم معه كم يوم أصبح صديق تقول عليه هذا صديق هذه ليست الصداقة يا جماعة بالذات طبعا لما يكون السن أصغر عملية الصداقة بتحصل بشكل سريع الناس العواجزين لحياتنا عارفين كلمة الصداقة دي مش هينا كلمة صديق يعني معناتها أنا أعرف الكثير والكثير عنه أو عنها ومرت بحياة ومرت ب ده أعرف العيلة وهي تعرف العيلة ومرت بأشياء كثيرة 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 إنما أن في شخص يتعرف عليك على الكلاب هاوس وبعدين يطلب منك مساعدات مادية من يش ضمنك أنه أصلا لم يتقرب لك بسبب هذا الهدف البعيد في فترة من الفترة وأنها لم تكن أبدا صداقة وأنه أول ما يأكل الفلوس حيختفي عن حياتك فهذه ليست صداقة فأنا لو في واحد شخص تعرفت ومش لازم يكون عد علي فعلا في كلال السنتين في كلاب هاوس في أشخاص طلبوا مني مساعدات مادية أنا لم أدفع سنت واحد وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وكل المجموعات لم أدفع في حياتي سنت واحد لشخص لا أعرفه عندما بعمل شاريتي بتكون شاريتي موجهة مش عشوائية عشان أنا أشعر براحة الضمير فقط أنا أهتم كثيرا إلى أين تذهب الأموال يعني عارفين الجماعة بتقول الشابين مولز يا روبي وسامر الناس اللي عايشين في المنطقة الغربية وجو بيبقى في شوية شباب صغيرين عاديين في الشوبي مولز يقولك تبنى طفل ومش عارف إيه أعمل كذا 30 دولار في الشهر دول لو عملتوا الـ تعرفوا أن هذه الـ بتاكد أكتر من 70% من الفيز وتصل فقط دولارات قليلة للشخص المعني فأنا أختار حتى لما بيخلك يعني وأنت بتحاول تمشي أو تهرب منهم يشعروك بالجلت بالزام بالزاي يعني وفي ناس مساكين ومش عارف إيه أنه هو حيتكسب من هذا الموضوع فأنا أذهب مباشرة للشخص اللي يحتاج مساعدة وأعرف أنه محتاج مساعدة وأبتعد عن الميدلمان فده رأيي لن أساعد والمنطق هيعلو في هذه المنطقة لأنه ليس صديق هو مجرد معرفة عايز ترود يا جو؟ لا 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 شكرا شكرا ما فيش حاجة للغاية طيب في حد من الأصدقاء عايز يضيف أي حاجة روبي أو سامر طيب زوزو برضو بتبعتلي بتقولي طبعا المواضيع طبعا احنا احنا قلنا ده زوزو بالظبط قلنا ان الشخص ده ان هو ما ينفعش نتكلم في هذه المواضيع واحنا جد مختصين لان طبعا زوزو كايفة من تدعيات ناس فعلا عندهم المنطقة دي ومش متأكدين فبتسبب لهم مشاكل فطبعا انا اتفق معها بشكل كامل لشان كده انهينا الحوار وتوقفنا عنه بالذات في عملية الانتحار احنا لا نتكلم عن الانتحار في هذه اللحظة نتكلم عن ادعاء وهذا الاتعاء جير مثبت يعني دي النقطة ازاي نعرف ازاي نعرف ان الكلام اللي بتقالينا ده صحيح يعني عشان كده الناس عليها تعرف ان في علاقات الكلوب هاوس هي احنا ما عارف لطافة في التعامل مع الناس وفي تعرف ناس بس مش اصدقاء يعني كلمة صداقة دي يا جماعة كبيرة جدا ما ينفعش انها تطلق على بالشكل طبعا الثقافة بتاعتنا الجديدة فرينز على الفيسبوك اصدقاء الفيسبوك مش عارف ايه وانت ممكن شخص اللي هو تسميه صديق على الفيسبوك حاطت صورة وردة كبروفائل بيكتر اسمه الحي مش عارف ايه فارس الاحزان يعني لا تعرف اسمه ما تعرف شوامين سيدة ولا امرأة ولا طفل وفي الاخر يقول لك صديقة على الفيسبوك فالكلمة هذي اصبحت يعني سهلة انها تتقال اتمنى بس اعادة الفكرة فيها لانها منفروض ما تتقلش بالشكل السهل ولكن يبدو ان احنا في عالم جديد العالم الجديد عمال بيتشكل قدامنا وفي معطيات جريبة جديدة وفي شباب صغير يعني احنا عادين بنتكلم انا وجو في الغرفة السابقة في مجتمع جنريش مش عارف لو حست يا جو يعني المجتمع الصغير الـ 18 والـ 21 سنة لما بيتكلموا في حاجات احنا ما نقدرش نفهمهم يعني شكلهم بيقضوا اوقات طويلة جدا مع بعض بيدردشوا يعني انا لا افهم ولكن ما اقدرش افهم لاني مثلا انا من شريحة زمنية مختلفة ومعرفية مختلفة والـ quality بتاعت الالاقات لها معايير مختلفة فمش عارف هل الموضوع ده له علاقة بالـ بالـ سن المصور كمان ممكن يكون ابوه نفسه مش فهم ممكن ابوه امه نفسه مش فهم يعني اقول ليه terminology خاصة بيه اللغة التواصل خاصة بيهم منفصلين عن الجيل الاكبر يعني اتصور كده اه اه وبساح حقيقة يعني اصلاح حقيقتهم خلاص فاعتقد تقول لهم لا يا جماعة عصد كان طبعا تعرفين الحوار اللذيذ ما بين الشخص العجوز والشاب على ايامنا مش عارف كان ايه النكلة كان بتجيب كذا التعريفة كان بتجيب طبعا الشخص الجديد ده هيقولك انت انا انا ماني بكل الكلام ده كلام ده مش مش شغال ماشي حلو ان كان على ايامكم فعلا بيحصل الكلام ده بس احنا دلوقتي في زمن مختلف فانا بحاول بقدر الامكان اني انزل الى الفهم الجديد لاعادة التعريفات الاشياء الصداقة الحب الوفاء عشان اعرف اتكلم مع العناصر الجليدة الا ان انا هفصل نفسي عن المجتمع وفقط بتكلم عن مجموعة سنية فقط من الامر وهو ينتهي الامر ويتوقف فبفتح الجسر ده المجال ان افهم يعني كلمة صداقة ماذا تعني بكلمة صداقة فالمعتقد الحوار ده هيكون ممتد يعني بس ليه برضو كل ده اهو المنطق شغال الناس عمالها بتحاول يعني تعرف هي تقصد ايه باي كلمة اه وازاي تبني موقف صحيح اه حيقع الانسان دائما في الاخطاء انا بقع في اخطاء بس ان انت تقع في نفس القطع مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يبقى في مشكلة مشكلة كبيرة يعني انما الوقوع في القطع الاول مرة يعني يعني ده وارد جدا وبيحصل ومفيد كثيرا في بعض الاحيان عشان تتعلم من هذا القطع بشكل يعني كويس يعني تستخدم هذه المناجية في انك تتجنب الوقوع في اخطاء مشابهة في المستقبل طيب في اعتقد ديجلا والفرات حب تتكلم من العراق تفضلي ديجلا والفرات ايبا مرحبا اهلا اهلا بصراحة انا ما اعرف يعني بالفلسفة كتير ولا يعني احب الفلسفة ولا احب يعني الكلام الفلسفي اه وحتى المنطق انا بالنسبة الي يعني اه يعني ما اعرفه بشكل مضبوط انا لا يعنيني يعني اه اه يعني هذا الكلام هواية اه بس اه اقدر اقول يعني يمكن المنطق بالنسبة الي انه هو الانسان اه يكون مجرد من كل تأثير اه ويكون محايد مجرد من كل تأثير خارجي ومحايد اه مستحيل مستحيل الانسان يكون مجرد من كل شيء ويكون محايد مية بالمية لازم عنده شيء منحاز الى لازم هو يعني يمكن باللاوعي منحاز لشيء اه يعني من طبيعتي اه يعني شكاكة شكاكة من صغري يعني اه يعني ما يعني اسمع اسمع الناس اسمع اهلي اسمع اي شيء اه لكن ما اصدق بسرعة اه احتاج 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 يعني اه وقت هواية حتى اصدق احتاج اه دليل اه لكن اتعرضت اتعرضت للتأثيرات بعض التأثيرات خلتني اصدق 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 ناس اه بالاخير اكتشفت انه هما يعني ليسوا يعني معدهم مصداقية ومو محايدين واني يعني مثل ما يعني وقعت بالفخ اشلون نتأكد انه هما هل هما دا يقولون الكلام يعني الصحيح اه حبيت اسوي يعني تجربة اه يعني انا طريق يعني رأيي مختلف عن رأيهم اه ناس يعرفوني اه انا ملحدة مثلهم لكن اه رأيي مختلف عنهم اه بالدين اه اه انا شايفة انه الدين سلطة اه اه سياسية اه وكتب قديمة يعني اه لا تستحق القراءة وتافها يعني وهي سلطة وما تحتاجها يعني الضجة يعني انه انا 24 ساعة اه اه افتح يعني نصوص قديمة و24 ساعة اتكلم فيها يعني بالنسبة لي هو موضوع تافه يعني اه لكن اه اكتشفت انه اه اه ما يتقبلون يعني الرأي المخالف يعني فا اه اه ما ما يعجبهم لازم اكون مثل تفكيرهم حتى يعني اه اه اتقبلوني فا اكتشفت انه اه كلامهم يعني غير يعني ما أقدر اصدقه يعني لانه لا يقبلون الرأي المخالف وهو يعني شخص مثلهم لكن لا يقبلون رأيه يعني تفكير المخالف أو غير شكل يعني فما أقدر أنا يعني أصدق يعني شكي زاد يعني وثانيا يعني موضوع أيضا يعني منطقيا الحرية موجودة الحرية موجودة بالغرب حرية الجسد يعني هل حرية الجسد أنه أنا يعني مثلا أشتغل بالدعارة أنا قلت أنه الدعارة بالنسبة إلي حتى إذا هي مشرعة قانونيا هي مثل ما العبودية والرق زمان هي أيضا كانت دينية هي أنا أعتبرها الرقوة العبودية قانونية وأني ضدها لا أعتبرها حرية جسدية أعتبرها أعتبرها بيع وشراء للبشر خالفوني ما أحبه وكلامي أيضا مثلا الحرية التعبير أوكي حرية التعبير موجودة موجودة حرية التعبير السخرية أيضا موجودة السخرية لكن هل الحرية التعبير تصل إلى درجة السوقية؟ إلى درجة يعني المسببات والهاية أنا ما أشوف أنه بصراحة هذا يعني شيء منطقي أنه والله الغرب عندهم حرية والحرية تعطيني الحق أنه أنا أكون يعني سوقية في كلامي وما أحترم الناس وأستهزئ بيهم يعني في ناس عندهم معتقدات غيبية وهم ناس مسالمين أنا ليش أستهزئ بيهم؟ ليش أتمسخر عليهم؟ يعني مجرد المسخرة عليهم أنا ما أعتبرها بسخرية أنا أعتبرها أنه أذية أصلا لأنه هم ناس مغيبين مساكين البعض البعض وعدهم معتقدات يعني مجنونة بس هم ما يعتقدون فيها يعني ما أقدر أقول لهم أنتوا يعني مثلا مجانين أو أنتوا نبيكم هكذا أو أنتوا دينكم هكذا أو أنتوا يعني ما أقدر مثلا أروح أقول للهندوسي أنه يعني إبراهما يعني مو موجود أو كريشنا وفيشنا وهذا يعني والفيل والهذا أو مثلا أروح أقول للناس مسالمين مثل أمي ومثل شخص ينتظر المهدي وهما ناس مسالمين لا يوجد تفرقة يعني الكل يعني خلطة والكل يعني الأخضر واليابس يعني ما أعتبرها هي حرية التعبير الحرية موجودة لكن أنا شخص بسيط يعني هو يعني مغيب ينتظر المهدي يولا هو إنسان مسالم ويقول أنه لا الدين ما لا علاقة بالسياسة أنا ليش أستهزئ بي وأروح يعني أجيب تاريخ المهدي وألعن المهدي وأسب المهدي الحرية أنا ما أشوفها يعني بصراحة أنا شفت الحرية موسوقي يعني بصراحة الموضوع اللي مرات أشوف يعني مثلا بالكلاب هاوس يعني وصلت مرحلة أنا متضايقة يعني راح أسد حسابي مارد يعني أسماء ما أعرف يعني هل الحرية هي هي يعني أنه أنا أكون يعني وقحة يعني يعني صليطة اللسان أتكلم بعصبية وغضب لأن أنا عندي مشكلة اجتماعية عندي مشكلة مع الدين أو مع أشخاص أنا لا أعترف بوجود إله شلون راح أحاسب الإله هي كتب يعني أنا ليش راح أحاسب الإله فأنا يعني شون أحاسب إله هو لا وجود له يعني فما أعرف أنا بصراحة يعني حرية التعبير حرية التعبير يعني ما أعرف يعني هل هذا الشي منطقي أنه يعني مثلا مستربين يعني يسوي مسرحيات وكان يتكلم على المسيح وهاي كانت مسرحيات ساخرة والناس يعني تضحك لكن هل هو يسب ويلعن هل هو عصبي هل هو يعني متطرف لا يعني هل الحرية هي مسبات ويعني عصبية ويعني المرحلة السوقية أيضاً أنا ما أعتبر هذه حرية فهل هذا الشي منطقي يعني ما أعرف يعني هو هذا يعني فأنا جدنا شكاكة وما أصدق يعني بس أنا ردت أسألك عن الحرية أنه الإنسان يوصل للمرحلة السوقية هل هذه حرية والدعارة يعني الدعارة القانونية وحرية الجسد والإنسان يكون يعني حرية الجسد أنه أنا يعني خلص أسوي أي شيء ليعجبني وأشتغل بالدعارة ويعني أتعرى أنا مو مع التعري فهل أنه هذا الشيء يعني منطقي شايفة أنت بص عزيزتي تعالي أنت تكلم عن الدعارة لأنها شوي موضوع معقد لأنه عشان تفصصي يعني التعري والعراء دي هتلاقي أنها ثقافة إنسانية هتلاقي فيه أماكن في العالم السيدات فيها لا تلبس غطاء الصدر وهذا موضوع ليس جنسي أبدا يعني موضوع في أفريقيا وفي منطق في الأمازون فيه سيدات لا تلبس هذا الموضوع وليس هناك أي فكرة جنسية تنتبه الرجل عملية التعري طبعا فيه شواطئ وعرعة في البلد اللي أنا عيش فيها وفي البلاد أخرى وعندما تحصل قناعات لهذه المجموعات تجد مثلا أن هذه الشواطئ بتعتاد فيها الناس على بعض لدرجة أن الرجل اللي هون بيبقى ماشي خلاص ما بيحصلش له مثلا عملية انتصاب لأنه لا يربط الجسد العاري بالجنس حصل فصل هناك كيوز أخرى يأخذها الرجل أو الذكر أو الأنسة لأن هناك تلاضي بعملية الجنس والعراء ليس أحد منها فهذه منطقة ثقافية بحتة أتلاضي أن ينتي بس يعني لأن المنطقة التي نحن ترارعنا وتربينا فيها هذه المنطقة لها طريقة معينة في الفكر وحتى المجتمعات القديمة كلها كانت عملية منذ بداية الكون والمشهد الشهير بتاع ورقة التوتس اللي هي غطت حواء وآدم بها العورات على أساس أنها لأول مرة تكتشف الإنسانية أن هذه مناطق حساسة ولا يمكن أن ترى الحيوانات لا تلبس الملابس ونحن لم نلبس الملابس إلا لفترات حديثة على عمر الإنساني وكانت غير مرتبطة بالجنس وفي مجتمعات تقوم بهذه الأعمال وهي غير مرتبطة بالجنس فهل العراء لا أخلاقي؟ لا هنا بقى لا أخلاق بحطها في منطقة الضرر الإنسان ونحن بقى نتكلم عن الضعارة لأن الضعارة لها أنواع يعني فيه نوع من الضعارة تخطف فيه السيدات الصغيرات ممكن يخطفوا أمهاتها وأبوها وأن هذه العصابة بتشغل هذه البنات وإن لم تفعل البنات هذا الفعل لحيموتوا أمهم أو معهم الباسبورتات بياتهم مش هيخرجوهم من البلد أو كذا أو كذا أو كذا طبعا هذا يعتبر عبودية نعم أنا أشمله في السليفري إنما إذا كان هناك موقف وهذا الموقف وهي أن هناك سيدة فوق السن القانونية واختارت أن تبيع جسدها برغم أننا ممكن يكون عندي بعض الملاحظات من نوع آخر إنما طبعا أن هذا الجسد ملك لهذه المرأة وهي تريد أن تستخدمه بهذه الطريقة وهناك شخص سوف يعني بعمليات تراضي وهناك يعني يعني يقال في بعض الأحيان أن الزواج هو شبيه لهذه الألاقة ولكنها على طويلة المدى لا أتطفق كثيرا لا أسباب كثيرة بس يعني أتفاهم الأنالج يعني وبيحصل عملية تراضي وهذا الشخص يعني في مقابل هذه الساعة بيدفع 100 دولار وينتهي الأمر هل أنا أقول أن هذا الأمر لا أخلاقي أنا هخرج الأخلاق منه لأنه لم يحصل درر أو إرغام من قبل الطرفين ولكن هقول أن تداعيات تداعيات هذا السلوك في الحياة له تداعيات هذه التداعيات سوف تأتي بأكلها يعني في عجلا أو أجلا فالإنسان حر أن يستخدم هذه الطريقة ولكن هو أيضا سوف يقضع إلى بعض الأشياء اللي هي احتنتب من هذه الطريقة في الحياة بس لا أستطيع أن أقول أنها عبودية أو أن لا أحترم هذه السيدة اللي هي اقتارت أن تقوم بهذا الأعمال وأن أشتمها بشتاء حقيقة توقفت عن هذه فكرة من وقود من السنوات هل بقى حرية أنه نشتم الناس طبعا هي دخلت كده في إيداء الناس إحنا قلنا أن الحرية هي أن تفعل ما شاء إن لم تضر هناك ناخد على مستوى الفكرة المونتي بايثن وميستر بين اللي انت كلمت عنه والسكتشات الكوميديية هي حتى لو تطرقت الأفراد على الأقل هذا المجتمع يعني ترعرع فيه حاجة اسمها الساركازم والبلاك كوميدي وأشياء أخرى كثيرة لا يتفهمها المجتمعات العربية فهم مش مترعرعين فيها فلن يفهموها إزاي يعني يتبسخروا على السيد المسيح في لايف براين بتاع مونتي بايتن وحصل مشكلة كبيرة في لندن أيام عرضوا فيها والناس طلبت بإغلاق السينما والتكلم عن مجموعة من الإنجليز دلوقتي في إنجلترا وويلز وإيرلندا آخر سينسس أو آخر إحصية لأول مرة في التاريخ أقل من نصف المجتمع الإنجليزي والسكتلندي والويلزي متدينين دفت التطور متجه إلى منطقة معينة واضح فيها للتغييرات بس عملية الشتائم الناس بسبب أنها تعتقد بفكرة معينة أعتقد أنها غير عملية ولا تؤدي لنتائج وتؤزم المشكلة تجعلها أكثر تعقيدا أعتقد أن صح بالنسبة لي ونقد الفكرة لأن متنساش أن الناس التي كانت متدينة في فترة من الفترات هي بتشتب نفسها في السابق هي بتقول عن نفسها جبية ومتكلفة وهبلة كل هذه الناعة التي هو يشتب نفسه في السابق يعني يكره نفسه سابقا صح نحن يقول هذه المجتمعات على فهمة أو معرفة خاطئة إذن علينا أن نتكلم على الفكرة لأن الفكرة إذا وضعت في المكان الصحيح هتخرج بقى مجموعات نتيجة الاقتناع أي شخص هتشتم أول حاجة في الساكارج حاجة اسمها الـ حاجة هيرفع هذا الشيلد اللي هو بيحميه من الشتائم ولن أصلاً يستمع إلى الـ اللي أنت بتعملها ضد الفكرة فهينتهي النقاش قبل أن يبدأ فهي جير عملية وجير مفيدة تمنى قابت عليك كده أستاذ ديقلا والفراط لا هو صراحة يعني الناس بتنتقد العبودية زمان ويقولون كيف الإله يشرع للعبودية لكن يعني يشوفون أنه الدعارة القانونية هذه حرية شخصية وهم أحرار يعني فأنا أيضا أشوف أنه هذه المنظومة لا تختلف عن هذه المنظومة الإله شرع للعبودية القانون هنا يشرع للعبودية طيب الإله سكت أفواه الناس بنصوص عنده هنا القانون فتح لهم المجال يفتحون أفواهم هل هذا يعطوهم الحق أنه يكونون يعني متعصبين 24 ساعة يعني ما دي يا عزيز المنطقة لنا مش متفق معك فيها أنا لا أعتقد أن الدعارة هي نوع من ألوان العبودية الدعارة لنا تكلمت عن الشق التاني مش الشق بتاع المافيا وعصابات روسيا بتأخذ البنات عنوى وإذن لم يفعلوا هذا الفعل مثلا حيموته الأب والأم وكذا ده طبعا خاطئ وعبودية إحنا لما بننتقد الإله ولماذا يعني شرع بالعبودية وسمح بالعبودية نحن كمجموعة لدينية لا نعترف أصلا بوجود هذا الإله إحنا بنقول أن عدم منطقية هذا الموقف تؤكد لنا أن على الأقل لا يوجد إله خير هو على فكرة لا تمنع وجود إله شرير لكن الإله الطيب الذي الخير الذي يريد المحبة وكل الناس لا يمكن أن يكون موجود إذا طلب بهذا الشيء إنما الدعارة بالشكل الحديث وهي أن هناك إمرأة وهذه الإمرأة ليست تحت أي ضغوطات عصابات أو شيء من هذا قبيل أن تقوم ببيع الجسد مقابل الأموال وده لا يعتبر عبودية عزيزتي لا أعرفك عبودية لأن العبودية لا تعريف ليس هناك مقابل والإرغام الإرغام وليس هناك مقابل غير متوفرين في الضعارة بالشكل اللي أنا بقوله المودرن فهو لا يمكن أن يكون بشكل يصنف كعبودية ولكن أضعه في منطقة مشكلة أخرى وهي قلت أن تداعيات هذا التصرف سوف يأتي بأكله على الشخص الذي يقوم بهذا العمل هيأتي فترة وحتكون في بعض التداعيات لهذا النوع من السلوك فقط تفضلي عزيزتي هو طبعا إحنا يعني مستحيل نكون أحرار 100% مستحيل أحنا يعني أنا بالنسبة إليه أنا يعني كل شيء يسيرني أنا مو حرة 100% أنا حرة في بعض الأشياء لكن عوامل كثيرة محيطة فيها هي اللي يعني تخليني أختار قرار مو أنا حرة 100% فأيضا أنا أشوف أنه المرأة اللي مثلا يعني تروح يعني تبيع جسدها بفلوس وتقول أنا حرة وهذا قراري أنا أشوفها معرضة لكثير عوامل محيطة بيها هي اللي تدفعها وهذا الشيء مختلف عليه هولندا وألمانيا هم اللي مصرحين لكن هل كل أوروبا هكذا لا هذا الشيء ما يقبلون به ويقولون أنه هو بيع وشراء مو متفق عليه ويشوفوا جريمة أيضا ويعاقب عليها القانون فإحنا مو أحرار إحنا أنا بالنسبة لي قراراتي مو حرة فيها 100% أكو عوامل محيطة فيها هي اللي تدفعني وتجبرني أخذ هذا القرار إحنا مو أحرار 100% إحنا مقيدين بقيود زمان دينية والآن قيود قانونية عزيزتي لن تجدي اختلاف بس الموضوع ده بقى واسع أنا لا أعتقد أن هناك أصلا حرية إرادة أنا أحد الأشخاص التي تكلموا على أن حرية الإرادة وهم ولكن هي لن تغضع فقط للعبودية أو الضعار احنا نتكلم بقى نفتح الموضوع على مصر هتجدي أن حتى الذكور يعني الشخص اللي هو بيشتغل من سبعة صباحا لسبعة مساء ويروح وهو منهك وهو مجبر أكاكة لا بطل يعني وبسبب الضغطات معينة هو لازم يفعل هذا الشيء فأنا لن تجدي أي اختلاف في أن أقول لك أن بكل صراحة أن حرية الإرادة على الأقل المطلقة جير متاحة بس جير متاحة بقى لكل الكائنات الحية بسبب أن هناك سببية في كل الشيء يعني أنا أأكل لأني لو لم أأكل لمت بايولوجيا من الجوع أشرب نفس الشيء فهتلاقي كل شيء نفعله له أسباب خارجة عن إرادة الإنسان فنعم أتفق تماما إحنا بس بنحجمها في أي منطقة في منطقة الدرر يعني يعني ممكن نأتي في مرحلة مرحلة متقدمة من التطور الإنساني تختفي في الدعارة نتخيل ممكن هذا الموضوع لأن مثلا عملية جنسية حتتاح بشكل مختلف هيحصل تطورات هيحصل أشياء كثيرة فيه الناس بتكلم عن سايبر سيكس دلوقتي خلاص الموضوع في دمى يعني هل هل ممارسة الجنس مع دمية دلوقتي والدمية دي حتتطور لتكون تشبه الإنسان في المستقبل في مسلسل اسمه Altered Carbon ومسلسلات كثيرة وال West World هذا العالم كان في prostitutes والprostitutes كانوا روبوت هل 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 ممارسة دعارة إذا كان الشخص هو الروبوت وأنت لا تستطيع أن تفرقه أعتقد المستقبل حيامل العقل الإنساني بالكثير والكثير والكثير من الاحتمالات ولكن يبقى الأمر واضح وصريح أن طالما أن في بعض الأشياء اللي احنا لن نستطيع أن نتحكم في إلا أن تكون موجودة على الأقل على الأقل أن نحجم الضرر يعني نقف الإرغام نقف أن احنا ترغم المجموعات عن أن تقوم بعمل هي لا تريده أن لا يكون هناك مقابل لكل شيء فأنا الحقيقة الموضوع ده معقد حبيتين وله رؤية مستقبلية ممكن تختلف فيها حتى العام الأقلاقي أعتقد اللي عايز تفرج على مسلسل وست وورد والتر كاربون هي خللكم فيه مشاكل كثيرة في المنظومة الأقلاقية والمعنى الأقلاقي للأشياء تفضلي يا أستاذ ديجلا طيب بس آخر شيء أريد أعرف هل يعني العصبية يعني 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 الهجوم على الآخرين مثلا وال والانفعال هذا هل هو حرية يعني ومش حرية يعني في مجموعات بتتفاعل بشكل مختلف احنا عندك المجموعة العربية اش عايز أقول للأسف لأنها لها بعض المرضود الإيجابي في بعض الأوقات منطقة عاطفية والعاطفة معناتها أن الشخص لا يحكم عقله في عملية النرفزة وعملية الحكم المتسرع على الأشياء وعلى الصوت وكده هي أحد تدعيات العواطف المؤججة واضح جدا حتى بعيدا عن الدين هتلاقي أن المنطقة العربية بهذا الشكل فيه كيف أنها تهتف للحاكم الهتاف للفريق القرط القدم بتاعها يعني واضح جدا أن المنطقة دي هي عاطفية كثيرا ومن أحد تدعيات العاطفة أنها بتكون مؤججة وتخلي الشخص يفعل أفعال ممكن يندم عليها ومنها لنرفزها وإعلاء الصوت والشتائم يعني أنا أرى كمية شتيمة في المنطقة العربية غريبة لا أفهمها ولا أفهمها كمية الطاقات تهضر يعني المثل أنا بحبه اللذيذ اسمه لو بيقول الشتيمة ما تلزأش لا تفعل شيء الشتيمة اهضر كبير للتقاط والوقت في عمليات لا تقدم ولا تؤخذ لكنها منطقة حرية يعني أو الوهم الحرية أن الشخص في استطاعته أن يعلي صوته إذا أراد أو أن يشتم إذا أراد فيبدو من الكارك أنها استخدام لحرية الإرادة أو وهم حرية الإرادة ولكن هل هو استخدام مثمر هل هو استخدام productive ما فيه استخدامات كثيرة جدا عشان كده أنا حولك الاستخدام البرستيتيوشن أو الدعارة هو تعبير الحرية ولكن هل هو تعبير حكيم هل هو استخدام جيد للجسم هل هو استخدام جيد للوقت دي المناطق اللي ممكن نتكلم عنها وهي مناطق مش أخلاقية هي مناطق براجماتية هل أحسن أن احنا نشتم ولا نتلاكم ولا نتكلم أو نقول let's agree to disagree دي ثقافة مش موجودة إلا قليلا جدا في المنطقة العربية أن اتنين يعودوا يتناقشوا لمدة تساعتين ويكتشفوا أن كل واحد لن يقتنع بفكرة الآخر ويتمنى لكل واحد منه من التام للسلامة ويقول له let's agree to disagree مع السلامة يومك سعيد أتمنى لك ليلة سعيدة ده قل ما ما يحصل في المنطقة العربية بسبب هتلاقي طبعا في البرامج التلفزيونية الشهيرة الجزيرة والحلقات القديمة هتلاقي فيه حزاء بيطير من طرف الغرفة إلى الطرف الآخر زي ما عمل من جورج بوش في العراق كمان وأكواب المياه بتطير والترابيزات بتتشال ده الموقف اللي بيحصل يعني دائما في الموقف العربي بس بيعطيكي ماتيريال حلو اللي عايز يتفرع يعني عشر دقائق للضحك المتواصل هنعطي له هذه الفترة بتاعة زي تأجج العطفة في المنطقة العربية تؤدي لهذه المواقف الكومي دي شكرا لك يا دي لا تحب تدي في أي شيء قبل من نام بس رد تقول أنه في الآخر أنا يعني بصراحة بالنسبة إلي الصراح والصوت العالي والشتيمة والعصبية هو شيء غير منطقي بالعطل أيضا يرفض هتفق هتفق هدار للوقت نعم نعم هتفق بس ما حدت تعيشها في منطقة غير منطقية يعني هو إيه اللي في منطقي في المنطقة العربية أشياء كثيرة فيعني فضلت على دي ما كل شيء غير منطقي والتعامل مع الأفراد كمان هو كمان غير منطقي فما فيش أنا مش مستغرب يعني الموقف ده بس تظل أنها منطقة في حرية في الحرية الشخصية ولكن هل مبارستها حكيمة أو لا أنا دائما عشان كده وأنت عندي كمان اختيار يعني أنت لما حتيجي تقتاري في المحتوى وأنت بتخش كده على الكلاب هاوس بتفتح الكلاب هاوس أو أي شخص موجود معنا في جرف معينة تعرفي أن لها اسلوب معين في الكلام حتى لو كانت تصب في الفكرة بتاعتك مثلا لا دينية ولكن أنت مش حباه العرض مثلا مش بالنسبة لك بيتعب لك ودانك بيخليك تشعري بعدم سلام نفسي فبتبتعد عنها أنت بقى تمرسي حرية الإرادة عندك أو حرية الاختيار فإنك لا تدكلي إلى هذه المناطق وتدكلي إلى المناطق الأفضل في الحوار بالنسبة لك تظل وهم حرية الاختيار موجود ومتاح طيب تفضل يا أستاذ ديجلا ولو كانت مداخلة أخيرة وأعتقد الأستاذ بيشوي طلب رفع الإيد وأنا يعني بعضت له رسالة شكرا شكرا إليك شكرا شكر جدا عزيزتي شكر جدا أنا سمعت لمداخلاتك كاملة من شوية من كام يوم وسمعت قصتك من العراق إلى الولايات المتحدة وكانت قصة مهمة جدا طيب أستاذ بيشوي أنت رفعت إيدك لتكلم هل تريد أن تتكلم طيب هو أنزل نفسه مرة تانية طيب أنا متشكر جدا يا جماعة إذا لم يكن هناك أي شخص عايزي تداخل في خلال الخامس داي الجايين أنا حقفل على كده لأن خير الكلام ما قلة ودل إحنا دلوقتي يبقى لنا ساعتين ونص ومش محتاجين إحنا نطول أكتر لنعيد ونزيد في الكلام اللي هو تقال طالما أن كلام تقال مرة أو مرتين فمش محتاجين إن إحنا نعيده كتير أستاذ الصديق شريف فاروق عايزي يقول كلمتين تفضل يا أستاذ شريف صواح الخير أو مساء الخير مش عارف الدين عندك عاملة زي صواح الخير أو مساء الخير للدين بعض دور يا أستاذ يا شريف إحنا ثلاثة واربعين دقيقة بعض الدور طيب أنا أقول نهاركم سعيد الحقيقة أن أنا كان لها تعليق على قصة أنت قلتها من شوية والموضوع يمكن تهش في أمور كتيرة فكرة السيدة التي تدعى أنها دكتورة وطلعت وفي القناة بتتكلم في الطب وبتتكلم في السؤال ليه السيدة دي ادعت هذا الادعاء وبنشوف هذا الادعاء في أشكال مختلفة وفي أماكن مختلفة في مصر ادعاء في منصب عالي ادعاء ان انا دكتور ادعاء ان انا رجل معايا ملايين ومعايا فلوس ومعايا كذا ادعاء ان انا هتابع للسلطة الدينية او خليج اظهر او انتم الى الغاز هذا النوع من الادعاء له دلالة ايه هي بقى ان المجتمع نفسه او افراد المجتمع بيحترموا هذه السلطات اه بشكل مبالغ في الجد وبيشعر دايما الفرض قدام هذه السلطة بالدينية وانه تابع دايما يحترم المدير ويحترم المعافلوس ويحترم الدكتور ويحترم يعني وكأن دي طبقة مختلفة عننا انت فاهم قصدي يعني ده دكتور بحترمه لمجرد انه دكتور ده غني بحترمه لمجرد انه غني ده في منصب في مركز اجتماعي مرموخ بحترمه لمجرد انه هو في منصب اجتماعي دي دي ظاهرة عندنا في مصر ومش عارف حضرتك كنتم لحيزها لما كنت عايش في مصر فكرة احترام السلطة اه طبعا اه طبعا مدفع اه اه وبيزودوا فيها يعني بيزودوا انت عندك الثقافة بتاعتنا يعني عندنا يعني الثقافة بتاعتنا السامكاري اللي بيعمل لك العبية يا باش مهندس يا مش عارف ايه فيها نوع من اللطافة انا اتفاهم النوع اللطافة اتفاهم ان احنا شعوب عاطفية وبتحب اللطافة في الكلام وبتحب ان عشان الشخص يهودك في سعر التصريح الحنفية فانت بتقوله كلمتين حلوين عشان هو لما ييجي يقولك الحساب يا باش سعادت الباش يكون يعني مهود فانعرف ان الثقافة العربية يعني انا مثلا بتعب اقول يا جماعة يا دكتور هاني اقول لهم ما عنديش درجة الدكتوراه عندي اثنين ماجستير فما تقوليش يا دكتور قولي بس يا هاني وانا 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 فين سامير وكده مجموعة عشان حتى الناس حتى في البروفايل انا مش دكتور انا ما تقولوش فتيجي تقولهم الكلمة يقولك لا انت نظرنا دكتور كنوع من التعليق بس انا ما بحبهاش الحقيقة وما بفهمهاش مش فهم يعني ازاي لازم عشان يحترمك يحط لك حاجة هي مش موجودة طب ما يحترمك زي منتا يعني ما سيقولك كلامك بيعجبني ويخلص وخلاص ايه المشكلة صحيح صحيح لا فكرة يا باش مهندس ويا باشا ويا بي الطب الارقاب عندنا تلاغت من سنة اثنين وخمسين البي والباشا ولكن مع ذلك تلاقي البي والباشا موجودين لغاية النهاردة تخيج وبشكل وفي تلفزيون فلان بي وفلان باشا ومؤسسي كمان خش اسمه بوليس شوفهم بيتكلموا ازاي الزباط مع الراق مع بعض انا احكي لك موقف كنت في تاني اعدادي كنت انا شخصيا في تاني اعدادي وبعدين والدي في شخص يعرفه محجوز في الاسم لسبب ما وكان في خناقة وكده ولظروف ما دخل الاسم وهو بص الشخص ده موجود في الاسم فاخد له الاكل ده ودي الاسم دخلت الاسم كان اسم الوالي في العباساة دخلت الاسم وانا كنت افتني اعدادي الطفل وبعدين لقيت زابط قاعد بقر الجرنان وحط قاعد قهوة جنبه وقال ما بيعملش حاجة ومش عارف اسأل مين فقلت له لو سمحت فيه فلاني فلاني تحت في الحاج زعز ادخل الاسم بص اللي قال نعم بتله فيه شخص فلان انت عارف انت بتكلم خضني وانا طفل قلت له ايوة مش ده اسمه حضرتك زابط في اسمه وبتاع قال لي يا فلان امين شرط يا فلان خد الوات من قدامي بدل ما قوم له عارف عامل في فبقول له انا قلت في حاجة قال لي فيه حد يسأل زابط يعني ما احترمش ان انا طفل وما احترمش ان انا مش فاهم وما احترمش ان انا بسأله يعني سؤال عادي جدا هو شايف نفسه زابط حاجة فوق الناس كلها يعني الشعور ده بانه هو شيء اعلى من الناس ده موجود جدا في كتير من مجتمعنا سواء الزابط او سواء المدير او سواء اللي معافلوش او سواء كذا هو بياخد الطبقة دي والناس بتساعدوا عليه انت فاهم الفكرة يعني فكرة انه هو اعلم فاهم وقديمة ومتأسسة في الوعي وفي الوجدان من اول الاله اللي هو اعلن عن نفسه ان انت يعني انا كذا كذا وانت مكانك هنا هنا من اول طبع حتى الاله الابراهيمين انت عندك بالذات المصر يعني الوجدان بتاعه مليء الامانية دي ويأتي لله الابراهيمي ويكمل عليها ويأتي الابض في البيت وبعد كذا المدرس في المدرسة ويكمل فيطلع الضحية هو نفسه الشخص اللي حيقوم بعملية القمع لما يتح لنفس الفرصة يعني هو نفسه اللي عمال يعيط وبيعاني اول ما حيمسك قدير بعض شيء هتلاقي اول واحد ايه جاب واحد عنده يمسح له العربية ويقوله يا ولد اعمل كذا بسرعة انا مش عين لك هيتحول لنفس الشخص اللي كان بيكره هاني انا عمال ابعط لك دعوات انت شايف وابعط لك دعوة بس انت مش شايفك على البانا اكمل يا اساس شريف فاهمني بنفتقد اللي دية دي انت في النهاية انسان وانا انسان مفيش طبقية كنت انت بايتغاني النهار ده ما انا ممكن بايتغاني بكرة يعني وبعدين سلطة المال او سلطة المركز الاجتماع ما يميزكش عني ولكن الحقيقة اللي في السلطة دي بياخد الشكل ده وحتى لو هو مش في نيته انه هو ياخد الشكل الطبقية دي الناس بتساعده الاحترامات والسلامات ويا باي ويا باشا بتديله الهالة دي فبتحصل الطبقية دي تلقى بيلاقي نفسه فوق يعني حتى لو هو مش واخد الموضوع كده بيلاقي نفسه من معاملة الناس اللي انه هو بقى فوق وهن وهم تحت بس فهادي فكرة يعني نرجع للمرجوع الاولاني فكرة ادعاء بقى ان انا دكتور او ادعاء ان انا لزو سلطة او ادعاء فهو عايز يكسب الهالة دي بس ده كان تعليق يعني مشكورك جدا والمفارقة بقى اللي تضحك اكتر ان ممكن تلاقي شخص متواضع او مش حابب ان يكون بالشكل ده الناس بقى اللي بترجمه يعني الحرفيش اللي عاديين تحت لأ ازاي تبقى متواضع وانسان طيب لا لا ده احنا هنعليك بالعافية غصب عنك هنش 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 بقى بقى بالزبط بالزبط فاهمني وفي ناس قلة قليلة جدا 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 تلاقيه ان هو متواضع فعلا وبيعمل الناس بندية فعلا والناس فعلا زي ما انت بتقول كده بتحاول انها لأ تخلي انت فوق وانحنا تحت انت السيد وانحنا اللي تحت مش الروس في كمان امثلة الروس ما تتسواش الان ما تقلاش عن الحاج بالكلام ده كل بيأكد شكرة الطريق ايه ومتأصلة طبعا في الثقافة بتاعتها ومختلطة بالاحترام ما دي المشكلة هو فاكر ان هو كده بيحترمك واحنا عاوزين اعادة صيغة لكلمة احترام يعني انت ممكن تحترم شخص ولا تقدس كلمته تحب شخص وتقول ان كلمتك ممكن اخد فيها ودي الا مش عجبني انا مش مقتنع ان انت بتقول تتقبل فكرة وما تتقبلها ده مش بس كده ده انت عندك المدرس في مصر او التدريس عموما في مصر مايصحش الطالب انه يعارض فكرة استاذ او يناقش او يقول له لا لو انا والله انا شاف ان الكلام ده مش مظبوط اذا كان المدرس بيقول شرق رأي شخصي او الدكتور يعني مش من حق الطالب او يشوفوها قلة أدب ان الطالب يقول مجرد ان يقول كده ده طبرا عيب وما يصحش لا ده هو فوق وانت حضرتك تحت يعني هو الروس ما تتساواش في مقابل بقى الثقافة اللي لو حصل المواقب ده طبعا مش عايز عاما في الغرب لانه فيه بعض برضو الناس قديمة في الموضوع ده بس تجاه العام لو حصل في الحضارة الغربية ده حيكون شيء مفرح جدا للمعلم ان التلميذ بتاعه تعلم منه لدرجة انه هو يعني ابتدى يفكر على رجليه ممكن يقدم افكار جديدة تتعدى هذا المعلم فدي بتكون بيعتبر المعلم كده انه قام ببرسلته على بشكل ناجح صحيح ووصل لدرجة النظوج انه يختلف والاختلاف جميل يعني الاختلاف مش معناه انه نتخلي مع بعض ونضرب بعد زي ما انت بتقول كده في قناة الجزيرة يضربه بعض هو ده الاختلاف عندنا في الوصف انما الاختلاف الحقيقي هو انه نتناقش ونختلف ونبقى مختلفين جدا نقوم نسلم على بعض ويبقى فيه ندية في الحوار يعني انا ليه رأي وانت لك رأي مختلف وكل واحد حر في النهائي شكرا جدا لك يا أستاذ شريف طبع اتفق معك في الكتير من الكلام يا هاني انا ببعط لك يعني اهو فيه الأستاذ رامي طلب الكلام وانا اطلعت ويظهر عندك مشكلة ممكن تطلع من الكلاب هاوس ترجع مرة تانية لو حابب عايز تقول كلمة خير طيب تسمحونا ناخد الأستاذ رامي أبو روب هو خرج ومرة تانية بعد اطلع اعمل بس ارفع يديك مرة تانية مش عارف يظهر عندك مشكلة في التطبيق اهو بعمل بعمل لك وانت مش بتطلع مش عارف ليه فاعتقد ان عندك مشكلة لسه نطلع شخص يعني بنجاح فاعتقد انت ممكن تعمل بس يعني تطلع من الكلاب هاوس بشكل كامل ترجع تاني اعتقد عندك جليتش ولو نهيت الغرفة انا اسف جدا جدا لك ان انا مش عارف اطلع اك لو انت مش عارف تطلع تعرف ان انت صديق يعني وحتكون يعني مشرف معنا في اي وقت من الاوقات في الوقت تاني طيب طيب يا جماعة احنا خلاص اعتقد وصلنا للنهاية مش محتاجين احنا تكلمنا جدا لموضوع الغرفة النهاردة الغرفة النهاردة كان بتتكلم عن بالذات انا كنت عايز اركز وصلت الدق على المجموعات اللا دينية اللي هي مفروض انها استخدمت منهجية معينة للخروج عن الفكر الخرافي او اي مجموعات بتقرب من اي فكرة هي يعني متجمدة فيها وبتستخدم منهجية معينة والمنهجية دي معلومات وان المصدر انه عن فلان عن فلان من فلان او لعبة التليفون والناس دي كتنص طيبة ومعروف لها بالامان انها ما ينفعش تستخدم كمصدر معرفي ونطبقها اثناء القروج من الدين او الاعتقاد الاماني ولكن ندقل بقى الحياة ونرمي المنهج ده كأنه مش موجود هو فقط كان مفيد في الخروج من الدين ولكن هو ليس له معنى في الحياة العملية يعني تمحيص المعلومات في الحياة العملية مش مهم طالعا ان الشخص ده قريبك او صاحبك او بتحبه او هيقول هيطلع عندك في القناة حشان يقول حاجة انت تشبيه اللي انت عايزة تقولها فمش مهم بقى يقول بقى يقول كذا مش مهم ف كنت بس اتمنى اتمنى من المجموعات اللادينية وشكلها يزر المجموعات اللادينية عندنا برضو عاطفية يعني ممكن تكون خرجت ليست باسباب منطقية وإلا شفنا عملية طبحيس اكبر بكتير من اللي احنا شايفينه ارجوكم لما تكونوا عندكم شخص تستضيفوه في القناة بتاعتكم تأكدوا تأكدوا من ان هذا الشخص فعلا في المكانة اللي بيداعي ان هو فيها لان ده مهم جدا مستقية لكم انتم مستقية للقناة بتاعتكم وتتأكدوا ان المعلومات اللي هايقولها الشخص دي هتكون معلومات صحيحة لان لو مصطفى راشد ده لو ات على قناة لا دينية والقناة لا دينية دي استضافته هيسفل الرد بشكل سهل انا لا ديني واستطيع ان ارد بشكل ديني على ما يقوله مصطفى راشد وقوله ان كلام قاطئ ودي مشكلة كبيرة جدا لان هتعمل حاجة اسمها ايه انت بتعملش ستيلمان او الرجل الحديدي انت بتعمل خلاص سترومان بقى هيسفل الهزيمة باي واحد متعمق في الدين اقول الكلام اللي انت بتقوله ده كله خاطئ انت بتقول ايه مصحيح فتمنى ان الاختيار يكون سليم وان المنهجية اللي استخدامها اللا ديني للخروج من الفكر اللا ديني او الفكر الكرافي انها لا ترمة ديني منهجية مفيدة جدا استخدموها في حياتكم بشكل يومي طمحيص المعلومات حتى القرآن يعني بس لو كان مفوض يشيل الفاسق يعني انا هعدل على الكلام الرحمن واقول ان جاءكم شخصا بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هو قال لك فاسق يعني انت كلمة فاسق محتاجة اثبات من نوع اخر عليك انت تتأكد ففي ادعائين فانت بتقول شخص اتى واحد وقال لك جملة فانت بتتأكد من الجملة مصدر الجملة هل الجملة صحيحة بس الاسف المعايير بتاعتنا في المنطقة العربية قائل الجملة مهم جدا مين صديق ولا صديق شخص انت بتستلطف ولا لا شخص انت منه حابتين قبل ما تتكلم معاه فانت اصلا لما هيقول حاجة انت لنت تقبل حتى لو كانت صحيحة دي مشاكل كثيرة جدا بتقف حائل ما بين الناس والحصول على المعارفة البيور لازا كان فعلا عايزين المعارفة وطبعا الشلالية عملية الشلالية بتعمل مشاكل في الموضوع ده الشلالية حتى الشلالية اللادينية الشلال اللادينية مجموعات الباك هونتين اللي بتجعلك في منطقة قوة مختلفة يأتي لعيني الولد المؤمن الغلبان فتأخده بقى تستلم على طولة اللادينية وتحدفه شمال ويمين يعني خلي بالكم خلي بالكم من الحاجات دي مهمة جدا 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 و انا مش كامل ودايما بحط بقع في اخطاء نفسي وبس بقعود اتكلم مع نفسي في اكل اليوم هل ممكن اصلح طبعا انا لا اتهم اي اصدقاء او كده باي افعال عشان محدش يزعل مني بس وانتو كده بعادين مع نفسيكم فكروا هل المستقبل هل الغرف المستقبلية في الكلاب هاوس ممكن تكون بساق بشكل احسن هل ممكن نطرح الفكرة بشكل افضل هل ممكن نصلح من الادوات اللي بتاعتنا في في تناول المعلومات في تناول الشخص الجير مؤمن اللي هو انا عارف في معظم الاوقات بنتنرفز واحنا مش طاقتنا يعني صديقة العزيز زوزو قاعدة تحت وزوزو الفيوز عندها قصير انا عندي طويل حبتين بس انا مختلف انت تركبتي مختلف عنها فهي لما بتروح ضربة يعني الوش التاني انا نفسي بتخض بس بس هي طبيعتها كده وانا اعتقد الناس اللي بتكون على الاقل الشخص اللي بيتدايق في وشك ده شخص واضح يعني انا احب الشخص اللي تخانق معه في وشه الشخص اللي حتي يعني بعد ما انت تتخاني معك بعد ايجب اسبوع فتح بقى غرفة وقمعت ومش عارف ايه دول اللي بيعملوا مشاكل انما الشخص اللي هو الكونفرونتشنل ده بيعتبره شخص مهم جدا انه ما بيلفش وبيدور وبتعرف انت مكانك فين في نفس اللحظة انا بحب كده الوضوح والصراح انا هم يا جماعة مش عايز اصدعكم اليوم بيبتدي في منطقة الشرق الاوسط واعتقد جمعة واجازة والناس هتبتدي تطلع بقى المشغلة والحياتها وتستمر الحياة سواء بوجود اله او بعدم وجود اله اعتقد انها هتستمر والناس محتاجة تفتر وتشرب الشاي وفرج على التلفزيون فلو شريف عايز تقول اي حاجة قبل من نهي لغرفة شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جدا عزيزي انا اسف جدا يا هاني للمرة الخمستاشر الله بيحاول اطلعك بس يظهر فيه جليتش مش عارف اطلعت الناس تانية بس انت مش عايز تطلع معايا معايا كنت معايا في الغرفة قبل كده على العموم يومكم سعيد يا جماعة اه مهم جدا عايز اقول ان الاسبوع ده الويك اند ده عندي لقائين مهمين جدا خلينا اعمل لهم شير مهمين جدا جدا على القناة وهي كالتالي خلينا بس نروح للشانل اللقاء الاولاني هيكون على بعد حوالي يعني نص يوم اللي بيحب نظرية التطور وفهم نظرية التطور بشكل اكتر عندي لقاء مع اريكا اريكا بي اتش دي عندها دكتوراه في الابوليشنيري بايولوجي وتعمل في جامعة في الوقت المتحدة وحنتكلم عن الانتخاب الطبيعي و من كتاب من كتابات دارون الى العلم الحديث في نظرية التطور خليني اعمل شير لها اريكا لها قناة على اليوتيوب كبيرة بيشوفها يعني عشرات الالاق من الاشخاص وهي شهيرة جدا في الولايات المتحدة بسبب انها بتعطي فيديوهات ممتازة للتعريف بنظرة التطور اعمل انا بس بعمل شير واضح واضح ان في جليتش كبير ممتاز 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 بس نعمل شير مرة تانية اوكي زبطت كده اه فتضغطوا على اليوتيوب لينك اللي فوق دي هتاخدكم على الحلقة المستقبلية هايكون طبعا الحلقة بتكون باللغة الانجليزية ولكن كان عادة كل الحلقات اللي باللغة الانجليزية بتكون مترجمة بالزبط بعد حوالي 12 ساعة الترجمة العربية بتكون كاملة موجودة خلال تفعيل الترجمة العربية ده يوم السبت عندي انا يعني يكون عندكم ممكن ساعة كام 11 ونص يعني هيكون الحياس في الصباح الباكر في المنطقة العربية ولكن اللي امتبعيني من الولايات المتحدة ومن المنات الاخرى اول لصهرانين ممكن يتفرجوا عليها وفي كلال 12 ساعة بيكون الترجمة باللغة العربية ده اللقاء الاولاني فيه لقاء تاني يوم السبت بالليل يعني وده في معاد احسن اعتقد حيكون في الساعة في منتصف الليل بالضبط ما بين السبت والحد او ما بين الجمعة والسبت خليني اعمل شيرلي هو لقائي مع الدكتور مايكل شيرمر طبعا لما اعرفش الدكتور مايكل شيرمر يبقى فاتر كتير كتير ده يعني مختص في علم النفس شهير وكتب كتب عديدة ومدير تحرير سكيبتيك ماجازين ظهر مع سام هاريس ومع كريستوفر هيتشينز ويعني له لقاءات كثيرة ومن احد الاشخاص المهمين جدا برضو في الولايات المتحدة ودا اهل انا اسف جدا انا عملت copy paste لحيكة تانية احطر الانك للحلقة بتاعته كتب الرجل ده كذا كتاب حوالين العقل اللي هو يرى الاشياء باشياء مختلفة ولماذا الاسكياء يعتقدوا باشياء جبية وله يعني عمل كبير جدا في هذا الموضوع له لقاء شهير جدا مع سام هاريس وديباك شوبرا لما كانوا بيتكلموا مع ديباك شوبرا واللقاء ده مهم جدا فاللي حابب يتابع هذه اللقاءات دي هتكون اللقاءات مهمة جدا وباللغة العربية بعد 12 ساعة الترجمة هتكون كاملة موجودة طبعا مع مايكل شيرمر هتكلم عن كتاب جديد لسه مصدر من حوالي اسابيع قليلة وكتاب يتكلم عن نظرية المؤمرة ولماذا عند العقل الإنساني تطور لكي يعتقد أو يؤمن في الأشياء وأن الموضوع صعب أنت تتقلص منه بهذا الشكل السهل المتشكر جدا يا جماعة لحسن المتابعة وأتمنى لكم يوم سعيد وحنقفل الغرفة أول حاجة نقفل التسجيل بعد حوالي 10 ثواني وبعدين في الغرفة في 15 سنة يومكم سعيد ترجمة نانسي قنقر موسيقى